اشتركوا في القناة واهتمامكم في البرامج برامج الدكتوراه والماجستير والدبلوم وكنا توقفنا اخواني خواتي عند هذا الجزئية وكنا توقفنا اخواني خواتي عند برنامج ومقررات الماجستير وفي اقتصاد الهام ودي ان اغطي معاكم اخواني خواتي واسادتنا الكرام التوزيع المقرر فقط للمراجعة ولكي ايضا يمكن تراجعونا واذا في تعديلات احنا جاهزين لأي تعديلات او اقتراحات فطبعا في الفصل الاول سوف نركز على نظريات اخصى الهام تذكرون احنا كنا في الدبلوم تكلمنا على مقدمة في اقتصال الهام تكلمنا على الهام والملهمين وصفة الهام وكيف يحدث الهام وعلاقة الهام يعني وتأثيرات وهكذا الان سوف نتكلم على انواع النظريات تحت المشروع العالمي اقتصال الهام احنا استخرجين عديد من النظريات من خلال الميدان فسوف نستعرضها معكم في هذا المقرر بشكل تفصيلي ايضا في الفصل الاول سوف يكون هناك اقتصاد المعرفة والتعلم والابداع فاحنا سميناها اقتصاديات المعرفة لانه يتعلقون بعضهم يعني هو لم يحدث لو كان ما كان فيه في الحقيقة هما يشكلون ايضا لوقت صاد المعرفة ايضا راح يكون عندنا مادة دراسة استراتيجية في حلول الاقتصاد الاجتماعي ونشكركم مرة ثانية على اقتراحها طبعا اتبقها الدكتور صلاح واضعها احنا كنا متكلمين على الحل المشكلات هو سماها الحلول في الاقتصاد الاجتماعي وهي يعني خلتنا نطور في المادة بطريقة ايضا افضل ثم ايضا راح نتكلم على المشاركة المجتمعية والتنمية ولاحظوا ان هاي المواد كأنها جزء مكمل للمواد اللي كانت في الدبلوم بس مور ادفانس يعني بعدين راح نتكلم على اقتصاديات الابتكار الاجتماعي كيف انها هامية السوشل انوفيشن واحنا على فكرة فيه ترابط كبير بين مؤسسي اقتصاد الالهام ومؤسسي الانوفيشن سوشل انوفيشن يعني انا عضو في السوشل انوفيشن اللي اسس معاي مجلة الاقتصاد الالهام الدولية التي احنا يعني ما شاء الله في السنة السادسة لها هي هو في الحقيقة استاذ ابو السوشل انوفيشن او الابتكار الاجتماعي اسمه فايز جلوج هو الاصل يعني ابيه من المغرب وهو يعني الجيل الثاني هو بروفسور في جامعة السربون فالاهتمام كبير احنا وفيه ترابط كبير بيننا وبين السوشل انوفيشن الا ان احنا مركزين وايد على الاكونوميك سايد وليس فقط على ان نعمل انوفيشن وهذه الاسوشل انوفيشن هاتين يركزون على الخدمات السوشل انوفيشن عموما رح نتكلم عننا ان شاء الله بالتفصيل أيضاً رح في الفصل الثاني رح ندخل على الشيء اللي إحنا نريدكم أن تطورونا معا وبكل تواضع نعترف أن نحن نحتاج إلى تطوير كبير بالذات في مادة معادلات اقتصاد لها فمرحباً مرحباً مرحباً بالذات الاقتصاد مثلما قلت واسادة الرياضيات أو أي استاذ يحب أنه يطور في هذه المادة أو أي مادة أخرى طبعاً طبعاً الاقتصاد المرن هو يعني إحنا عندنا كتب عندنا النفس الشيء مجلتنا هي مهتمة في هالموضوع حين أسمى مجلتنا دمجنا مجلتين كانوا ثناثة مصدرون في أمريكا عشان نقل التكاليف سويناهم في مجلة واحدة خاصة حين بعد الكورونا فأولاً نحن ما نأخذ مبالغ كنا سابقاً الآن بدنا نأخذ مبالغ عشان نحصل على سكوباس بعد فعموماً الاقتصاد المرن هو أيضاً لدي كتاب مثل ما عندنا حق الاقتصاد الشباب لأيضاً سوف نتكلم عنه في هذا المقر فاقتصاد المرونة واقتصاد الشباب هم أيضاً تحت في الحقيقة اقتصاد الإلهام لذلك هم مترابطين وحلو أنهم جاءوا في فصل واحد ثم أيضاً رح يكون عندنا حلول ودراسات مستقبلية على كيف نسوي حلول للمستقبل من الآن ونعمل المستقبل الآن وهذا مكمل لمواد أخرى سوف تكون إن شاء الله في الدكتورة اللي هي رح نتكلم عن تشراف المستقبل واللي قلت لكم أن نحن نعمل بشكل كبير مع حكومات سابقة كنت أعمل الآن وققت متفرق لهالمشروع بس كنا حتى مع مستوى حكومة دبي يعني مثلاً اشتغلنا مع الشرطة في البحرين نفس الشيء اشتغل الله في داخل مع مجلس الوزراء في هذه المواضيع مع الشرطة أيضاً في البحرين على طبيعة المستقبل وكيف سوف يؤثر على الاقتصاد الاجتماعي لأن احنا مهتمين ليس في التقنية وما سيحدث وشكل التقنية بتكون لا مهتمين في الناس وكيف سوف يتأثرون بالأمراض بالمشاكل التحديات بالفرص الشيء السلبي والإيجاب وأيضاً طبعاً رح نتكلم في عملة اقتصاد الالهام والتي مترابطة بشكل كبير مع مفهوم معادلات اقتصاد الالهام وهذا لذلك الفصل الثالث يعني يكون فصل مهم وغني ولذلك الطالب يفترض في الفصل الأول يكون مستعد يعني فعلاً يكون يخلص المواد بثقة عشان يصل إلى إلى هاي المرحلة ثم طبعاً ندخل على الفصل الثالث وهو التسويق في اقتصاد الالهام كيف أننا نسوي نعد الطالب أنه يكون social for profit كيف يطلع منتج ولا خدمة يكون هو ذات ربحية ويكون له عائد على المجتمع سواء هو سميته رياض اجتماعية سميته مشروع ذات عائد ربحي سميته مشروع تجاري المهم منه كيف أنه هو يستطيع أن يصنع من خلال أن يجاهد اقتصاد الالهام بشيء ذات عائد له وللمجتمع ثم نتكلم عن نماذج الاقتصاد الملهم كيف أنه عندنا الموديلز كيف أنه نحن كناس نشتغل في الالهام أو عندسة الالهام كيف أنه نطلع موديلز مؤثرة في مجتمعاتنا وطبعاً في الجزء أيضاً في الفصل الثالث رح نتكلم على مهارات البحث والتطوير المجتمعي لاحظوا إحنا رح نغطيناها في الدبلوم حين رح يصير المستوى الثاني مستوى الأدفانست ثم أيضاً في مستوى ثالث على مستوى الدكتوراه ثم نأتي إلى استراتيجيات رياضة الأعمال ليس فقط رياضة الأعمال كيف أنه نستفيد من رياضة الأعمال ونضع له استراتيجيات تؤثر في مجتمعاتنا وهذا الهدف من هذه المادة ثم طبعاً المادة الخامسة في هذا الفصل الفصل الثالث تأتي اللي هي إدارة تغيير في اقتصاد الأهم سوف نرى أن هناك أيضاً مادة أخرى في إدارة تغيير ستكون أكثر في الدكتوراه ثم طبعاً طروحة الماجستير أو رسالة الماجستير وهي طبعاً في الأساس قلناً سمناها مختبر مختبرات الألهام وسوف يكون طبعاً أصعب من المختبر اللي على مستوى أو المشروع اللي يسوى طالب في الدبلوم لماذا؟ لأن هنا نحن نتوقع الطالب فعلاً يكون مؤثر ويكون هو نزل إلى قرية أو المجتمع أو المجتمع المستهدف الذي هو يتفق فيه مع الأستاذ ومع المشرف عليه بحيث أنه فعلاً يعمل له هاي وقد يكون لأن هاي المستوى نركز عليهم أنه ممكن نطلع معهم مشاريع إن شاء الله مشتركة ونتابع هذه المشاريع معهم من خلال الجامعة ويكون الجامعة عائد ربحي يا لفكرة يعني قد يكون هاي مصادر دخل أهم من مصادر التسجيل يعني التسجيل إحنا بسيط يعني جزاكم الله خير إحنا سويناه بسيط وإحنا انتوا اتفقتوا معنا لأننا نريد أن نشجع الطلب خاصة للدفعات الأولى لأنهم ما يعملون شيء حق مجتمعاتهم في نظريات اقتصاد للهام طبعاً اللي هي وفي الفصل الأول رح نتكلم بشكل كبير على طبعاً الحالات اللي شكلت نظرية اقتصاد للهام مقومات تنظير لإقتصاد يقوم على الهام إيش المقومات اللي تجعل هناك نظرية أسس وخلفية نظرية اقتصاد للهام الخلفية التاريخية نظريات علوم الاقتصاد الاجتماعي بحيث نربطها بالنظرية معنات اقتصاد للهام ما أهمية النظريات في العلوم الإنسانية والمجتمعية وكيف غيرت في المجتمعات وطبعاً تكامل وجاهزية مطلبات نظرية اقتصاد للهام ما هي صفات النظريات اقتصاد للهام المنهجية التي اتبعت لصياغة نظرية اقتصاد للهام نظرية الاقتصاد الاجتماعي ثم نظرية اقتصاد التكيف واقتصاد الشباب والتعلم من خلال الاستكشاف والتشخيص أنا لاحظوا أن الاقتصاد الشباب والتكيف والاقتصال الاجتماعي والاقتصال مستشرف المستقبل هما نظريات الأساسية ثم تأتي بعد ذلك النظريات التي تستخرج من هذه النظريات فإنه مثلا نظرية التعلم خلال استكشاف نستخرجها من خلال مرة ثانية منهجات اقتصال الهام من خلال أيضا الاقتصال الاجتماعي ثم نظرية التشخيص التفاضلي وهي أحد النظريات التي تستخدم لحل المشكلات بشكل كبير كانت في القطاع الطبي وظفناها في اقتصال الهام بحيث نستخدم منها نطلع بحل المشاكل المعقدة نظرية فلسفة التأثير بدون سلطة يعني هي نظرية وفلسفة في نفس الوقت كيف نصنع تأثير وبدون سلطة أو بدون الاعتماد على الموارد أو بأقل الموارد فأيضا هذه مهمة ثم نظرية الاكتفاء الذاتي وهي طبعا نظرية مهمة جدا وصارت أهمية تزادة حين في الكورونا بدون الناس يعرفون أهمية هاي النظرية ثم نظرية التصور والصلابة يعني هما نظريتين مع بعض في تصور دائما الملهم اللي يعمل على مشاريع والمجتمع ولازم يكون عنده تصور لما يريد أن يحدثه ومفهوم الصلابة الصلابة النفسية والبعد عن الهشاشة النفسية نحن اليوم فيها شاشة نفسية في المجتمعات فلذلك لا تستحمل الأزمات نريد أن نبني الصلابة لكي تستحمل الأزمات لكي تصنع من الأزمة فرصة وأيضا نظرية التطور أو التطوير كأساس لاستدامة التنمية ثم نظرية الحلول المتعددة التخصصات هذه أمثلة طبعا في نظريات أخرى سوف نذكرها في وقت أيضا الشرح في وقت في الأثناء طبعا الحصص التي سوف يأخذونها الطلبة الكثير من هذه النظريات يعني أخذناها واستقيناها من أول كتاب لي أول كتاب لي قلت أنه لازم العالم عشان يصل إلى ويصل يحققها يجب أن يحتاج إلى هذه المنهجيات وذكرتها في مواقف مختلفة واستشهادات مختلفة بشأكل مباشر وغير مباشر المقررة الثانية في الفصل الأول هو اقتصاد المعرفة وكما قلت لكم هو ممكن نقول اقتصاد المعرفة والإبداع والتعلم لأنه من داخله أيضا فيه اقتصادين آخرين برأة ثانية هني احنا نشوف مفهوم التقاعد في اقتصاد المعرفة كيف الإنسان يتقاعد في اقتصاد يقوم على المعرفة كيف حين اليوم عند كبار السن كثيرين قاعد طول عمار العمل قاعد طول تزيد عمار الناس المتقاعدين يقل عمار الناس الداخلين إلى الخدمات فكيف نعطي عاعد للشخص الرجل أو المرأة الذين سوف يتقاعدون ونعطيهم حياة كريمة في اقتصاد يقوم على المعرفة ونعطي احصائيات سواء احصائيات من دول خليجية مثل السعودية أو احصائيات دولية تتكلم على كيف ان الدول الاكثر جاهزية في العالم يهذا النوع من التقاعد بحيث ان احنا ما نخسر المعرفة ونخسر الاصول المعرفية الموجودة مع هؤلاء الذين هم وطبعا كيف نعطي بثل حتى كيف نبيض الدول تتنافس الآن على جذب هؤلاء المتقاعدين لكي تستفيد منهم من اموالهم التي تكون يعني هما يريدون ان يعطونها لأحد خاصة مثلا غير عندهم اتصال مع ابنائهم او يعني هما يحسون يريدون ان يعيشون حياة جديدة فحتى الدول اصبحت تتنافس على هاي الالمع من المتقاعدين الذين هم يعني اعمارهم طويلة تكون بذن الله سبحانه وطبعا ويكون هما يعني عندهم مبالغ في يدهم فبالتالي هذه يساهم في اقتصاديات الدول المهم ان احنا سوف نريد امثلة من دراسة هاي الحالة ان نناقش مع الطلبة كيف امثال هذه الحالة طبعا ممكن في هذا المفهوم او ما يتعلق في اقتصاد المعرفة يمكن تدخلون مباشرة في اقتصاد المعرفة وتقول ما هي الاماكل التي يفترض ان Lambda اقتصاد المعرفة هي معرفة متراكمة يعني مثلا اليوم انت اليوم عندك معرفة تتعلق في الاهرامات التي عندكم هاي الاهرامات يفترض أن تكون مصدر يعني فيها المعلومات ومعلومات هي تكون مصدر الاقتصاد المعرفة ومصدر لحركة السياحية تقوم على هذا الاقتصاد مثلاً ففي كثير من الأشياء التي توقعنا في فرص مهدرة والطلبة يفترض يشاركون فيها لذلك في هذه المادة سوف نغطي مقدمة على الاقتصاد المعرفة وطريقة عملها وأيضاً كيف أن الاقتصاد المعرفة هو اللي نعرفه اليوم يختلف عن اقتصاد المعرفة الذي نستهدفه في اقتصاد الالهام لدور مختبرات اقتصاد المعرفة وما هي مختبرات اقتصاد المعرفة كيف نستخدمها وترابطها مع مختبرات اقتصاد الالهام متطلبات التعامل السليم مع الشراكات التعامل السليم مع المشكلات متطلبات التعامل السليم مع المشكلات والتحديات في اقتصاد المعرفة وكيف نستخدم اقتصاد المعرفة أو المعرفة وندير المعرفة والأصول المعرفية والنقل المعرفي بحيث نحن يكون فعلا نحل من خلالها المشكلات والتحديات التي تواجهها مجتمعاتنا دور اقتصاد المعرفة في بناء التنافسية كيف نبني تنافسية من خلال هذا الاقتصاد وطبعا ترابط بين اقتصاد التعلم والابداع واقتصاد المعرفة رح نركز عليه بشكل كبير يعني أنا ليس فقط عندي ورقات علمية في ذلك ولكن رسالة الدكتورة مالتي تتكلم على هذه الترابط مرحلة التطور المعرفي وأهمية التطور المعرفي في المجتمعاتنا دور المعرفة التطبيقية في دعم المشاريع وطبعا دور الأصول المعرفية في تقليل الانسدادات في منابيب شبكة الصرف الصحي كمثل لتطبيقات عملية مكونات المعرفة في مختبرات الإلهام كيف نحن نحط الأصول المعرفية ونربطها بين بعضها لبعض ونصنع من خلالها الحلول تعظيم استفادة اقتصاد الإلهام من الاقتصادات الأخرى مؤشرات اقتصاد المعرفة طبعا معروفة هي بتنشر غالميا ونحن سوف نناقش فيها في الصف مع الطلبة وأيضا الاستاذ يتوقع أنه يكون عنده مقاييس في إدارة واقتصاد المعرفة سوف أيضا نوفر هذه المقاييس بحيث أن يتم من خلالها تقييم حتى المشاريع التي سوف ينفذها الطلبة وأن نضوح في تطبيقات اقتصاد المعرفة اقتصاد المعرفة فيه لمستويات في دول هي تأخذ بس الاسم في دولها والله تستفيد من الجهاز المركزي مثلا ما للإحصاء طلع منه معلومات وبناء المعلومات حطه في خططها الاستراتيجية تحاول تقلل مشكلة ما في قرية ما في مكان ما وبناء على المعلومات التي تتحول إلى معرفة ثم تتحول إلى معرفة تطبيقية فلذلك أتوقع أن هنا المادة ستكون ثرية وطبعا فيك كتاب رح لنا نحو اقتصاد المعرفة وفيك كتاب باللغة الإنجلنزية على فكرة اللي هو كتاب الدكتورة كما ذكرت اللي هو رسالة الدكتورة حولنا إلى كتاب هذا هو الكتاب فممكن أيضا ترجعون له ولنا ورقات علمية كثيرة في هذا المجال طبعا أيضا مهم جدا أن نحن يكون عشان نصل إلى خبير لديه الإحساس بالآخر لازم الخبير يمر في مراحل هذا الطالب اللي هو نعدك يكون خبير خبير يتحول من مرحلة التخمين اللي هو يتعامل مع البيانات فقط أو ما يعرفه أو هذه إلى مرحلة في الحقيقة المعلومات هذا يحتاج إلى تداخل إنساني بحيث نبني ما يسمى التنبؤ والتنبؤ الفرق بين التخمين والتخمين خمسين خمسين يعني نسبة الإصابة خمسين خمسين التنبؤ لا أن الطالب هو يقول والله ترى كذا وكذا يعني سوف يحدث كذا وكذا بناء على معلومات تم تحليلها وتم تعليلها وتم التعلم منها يعني تم خلص عطتنا توجه واضح فنسبة الإصابة قد تصل إلى سبعين في المية ولما نستشرف المستقبل بذكاء فاحنا نعمل على نسبة إصابة تصل إلى تسعين في المية وهو ما نسميحنا مرحلة المعرفة التطبيقية ولحظوا وشوفوا أن في أي مختبر دائما عندنا مرحلة الانطلاق التي احنا ما نعرف شيء أو يكون الأمور كلها ضبابية ثم مرحلة الاستقرار ثم مرحلة الاستدامة نحافظ على صناعة أثر في الاقتصاد الاجتماعي بحيث أن ننقلل من تأثيره على الناس وبالتالي نبتدي نحس بالآخرين من خلال تعايش معهم في مشاكلهم معرفة تفاصيل مشاكلهم بشكل كبير هذه واحد المشاريع اللي احنا طبقناه في تقليل الأثار السلبي على المهمشين في المجتمعات يعني مثلا مرضى السكلر عندنا في البعرين أو غيرهم اللي ناس ما يعملون لأنهم ضعاف عندهم مرضهم دائما في آلام ما يستطيعون يحتاجون دائما أدوية وكذا وكذا فكيف أن نحن نستفيد من المعرفة مالتهم وبحيث أن نوظفها بطريقة سليمة ونقلل من هذا المرض الذي يعني منتشر في المجتمعات التي فيها زواج الأقار بشكل كبير طبعا المقر أيضا آخر في الفصل الأول دراسات استراتيجية في الحلول في الاقتصاد الاجتماعي وهني رح نتكلم على مرة ثانية كيف أنه في مثلا ناخذ حالة مثل حالة السمنة وانتشارها في العالم العربي وكيف أنها تؤدي إلى أمراض منها طبعا العنوسة أو تؤدي إلى تقليل الخصوبة تؤدي إلى مرة ثانية الأبراض المزمنة ضغط وسكر وكلسترول ثمنة وضيجة وأيضا تؤدي إلى أنه طبعا تكاليف كبيرة وطبعا وفيات وأمراض القلب فبالتالي كيف أن نحن نمنع هذه الأبراض أن تنتشر في المجتمعاتنا نحتاج إلى إدراسات استراتيجية متنوعة ومرتبطة بالاقتصال الاجتماعي والله طبيعة الناس لأنهم فقراء صاروا يأكلون الأكل يعني الأكلات المعلبة التي هي أقل تكلفة من الأكلات الطازجة وهكذا فهذه طبعا رح يأتي بعد بناء على أن الطالب يبني ويناقش هذه الحالة بشكل مستمر أو حالة أخرى مشابهة يعني عندكم كثير من المشاكل في الاقتصاد الاجتماعي مرة ثانية في أفريقيا وفي العالم العربي وفي السودان فممكن أيضا تأخذون مشكلة أخرى بس حنا اقترحنا بعض عشان نحرك يعني أن هذه أمثلة يفترأ أن تأخذ في الصف من البداية في أول يوم تعرض هاي المشكلة عساس يكون دائما كما يتعلم الطالب ترجع إلى مرجعية إلى مشكلة واحدة وتناقشه فيها ثم تتأكد أن يقدر يطبقها على مشاكل أخرى فدائما كان في عندنا قصة واحدة كلنا نرجع إلى هالقصة كل ما تعلمنا شيء نرجع إلى هالقصة تأكدنا أن الطلاب كلهم في نفس المستوى من القدرة إذن هو يستطيع أنزل الآن الميدان فلن يكون مظلوما لأنه لم يفهم يعني فبالتالي في هذه المادة سوف نتكلم على مقدمة للتحليل استراتيجي لعشاكل الاقتصاد الاجتماعي استراتيجيات إدارة أزمات الاقتصاد الاجتماعي وكيف نحن ندير هذه الأزمات بطريقة سليمة استراتيجيات التغيير المجتمعي يؤثرها على الاقتصاد أيضاً هاي واحدة من المواد التي سوف نركز عليها مثال استراتيجيات تغيير في الاقتصاد الاجتماعي ونأخذ رح نأخذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة في البحرين وذكروا احنا قلنا أننا عملنا على الآن ودكتورة دونيا على وضع خطة وطنية البحرين مددت عشر سنوات الآن الخطة سوف تنتهي في العام القادم وكان اسم الخطة السابقة خطة النهوض بالمرأة رحضوا أن نشلنا فقط الألف الألف ولا تستطيعون تقولون لأنه ممكن تقول الخطة الوطنية لنهوض المرأة يعني ركزنا على نهوض المرأة وليس النهوض بالمرأة ليس تمكين المرأة ولكن مرأة هي سوف تناظب المجتمع فتغيير كامل في طريقة استراتيجية وفي التعامل مع مفهوم المرأة والبعد عن تمكين المرأة ولكن تطوير المرأة وليس تنمية المرأة أيضا فبالتالي نحن قد نتكلم على استراتيجية الاستفادة من القدرة الإنسانية في هذا المقرر تشخيص المكونات الاستراتيجية في مشاكل اقتصاد الاجتماعي كيف نشخص المكونات الاستراتيجية كيف ندير عملية التحول في اقتصاد الاجتماعي كيف أنه فيه يعني نوع المشاكل التي تحتاج إلى رؤية استراتيجية لأن ليس كل المشاكل نحتاج إلى أن نضع عليها استراتيجيات ونحن لؤمن استراتيجيات تأخذ من الميدان رح نعلمكم استراتيجيات ليس الاستراتيجيات التي تعلمنا عليها بالطريقة الغربية إنه لازم جلسات ونقاشات عشلات نعمل الميدان ناخد دراسات ثم نرجع نضع الاستراتيجية ننزل الميدان ثم نطور في الاستراتيجية وتكون هي بسيطة جدا ما تكون بتفصيل تفصيل المكتوب الذي عادتني يكتف في الاستراتيجيات كلام كثير على الفاضي يعني سامحوني مع احترامي حق الاسادة في الاستراتيجيات لأنه أنا أيضا أدرس في هذه المادة فعندنا نتكلم عدنا عن محددات الدراسة الاستراتيجية في الاقتصاد الاجتماعي كيف نحن نبني من خلالها أيضا يعني سيناريوهات للقضاء على المشاكل الاقتصاد الاجتماعي ومن حدوثها سواء الحالية أو اللي في المستقبل كيف نبني مرة ثانية جداول تقييم للمشروعات المحددة في الاقتصاد الاجتماعي وكيف نبني أيضا نتعامل مع نوع المشكلات التي تتحل عبر الرؤية الاستراتيجية بطريقة سليمة وكيف نبني تشخيص المكونات المشاكل بحيث أن نستعد حق التعامل مع المستقبل بشكل واضح وهو ما نسميه طبعا استشراف المستقبل نحن لدينا كتاب سوف قد يكون هو المرجع يعني لكم أو يعني واحد من مراجع لكم وكتاب كيف نتعامل بطريقة استراتيجية ومنهجية من خلال الميدان مع قضية الفقر بشكل عام طبعا أيضا واحدة من المتطلبات في هذه المقرة أن نحن كيف نخلي الطالب هو يتحول من ما يعرفه من المجتمع اليوم إلى ما يستطيع القيام به فيتحول هو في الحقيقة إلى طالب هو عنده تفكير استراتيجي القيادة استراتيجية يعني ما يتكلم على يعني بس قراءات وما يراه في المجتمع لا ليه فيضع استراتيجيات لكي يقلل المشكلة هذه ويبتد يحدد ما يجب القيام به وليس ما يستطيع فقط ولكن ما يجب القيام به وبالتالي الفجوة في التطبيق يبتد يبدي هو يعمل على تقليلها ثم يبني في الحقيقة ما يهدف إلى القيام به وما يجب أن يعرفه المجتمع دائماً من أشياء فيبتد يبني أيضاً المعرفة الضمنية والمعرفة الصريحة تعرفون الفرق بين التست والأكسبيلست نوليج المعرفة الضمنية التي موجودة في داخل تفكير الفرد أو المجتمع المعرفة الصريحة هي المكتوبة فأيضاً هاي نحتاج أن الطالب يعمل عليها من خلال هذه الاستراتيجيات بحيث أن يربط بين التفكير الاستراتيجي والتطبيق العملي في داخل المجتمع وبالتالي نقلل من الفجوة المعرفية ويستطيع الطالب أن يرى الأمور بشكل أوضح باستمرار أو يقلل من الضبابية لأنه يرىها بشكل أوضح دائماً ليس شرطاً ولكن على الأقل يقلل من الضبابية طبعاً هناك جداول في الحقيقة لتقييم مشروعات في الاقتصاد الاجتماعي هذه الجداول هي في الحقيقة تضع كأنها هي مبنية على طريقة مفهوم الخطة الخطة الاستراتيجية المفترضة أو المرجعية في الخطة الاستراتيجية في الاقتصال لها مثلاً أن يكون نفترض في معايير حق التقييم لكل مشروع من المشاريع المحددة بحيث يتم إدراجها في العمود ثم أيضاً هذه الجدول يساعد في تحديد أولويات المشاريع وفقاً لوزنه بناء على الوزن التي سوف نأخذها بناء على هذه المعايير عندنا عشر معايير إذا هذه المعايير تم الاستفادة منها يعني يرجع لها مثلاً أن المشروع يفترض أن لا يعتمد على الموارد المالية وأنه لا عائد على الاستثمار واضح يعني سوف يكون لا مرجعي لا يتعارض مع برامج حكومية أو غيرها مثلاً أنه مشروع قانوني هذه الأشياء هي مؤكونات في الحقيقة المشاريع الاقتصادي أو الاقتصاد الاجتماعي التي فيها قدرة على الاستدامة ما تواجهها يعني مشاكل فنحاول من البداية أن نقلل من المشاكل من خلال هذه المعايير وبناء على وزن هذه المعايير وهذه المشاريع نبتدي إحنا نقرر نوعية المشاريع التي يمكن العمل فيها طبعاً في نماذج أخرى ممكن تستفيدون منها أيضاً راح نوفرها في هذه المادة ولكن أنا حبيت أعطي بس أمثلة على كيف ننظر إلى مفهوم الاستراتيجيات في الاقتصاد الاجتماعي طبعاً المقرر الآخر هو المشاركة المجتمعية والتنمية وهذا المقرر من أهدافه هو أن يكون في الحقيقة نناقش كيف نحن نساهم في مشاريع تنموية مباشرة يكون لها عائد على المجتمع ويكون لها يمكن عائد ربحي ونأخذ هنا دراسة حالة لتمكين المرأة وتطوير المرأة في الدول الأفريقية والفقيرة من خلال المشاريع مثل المشروع مهرع زيوز شجرة شيا اللي في غانة ذكرنا لكم وإحنا نعمل مع هذه المرأة شبكنا معها وإحنا بعدين نسوينا شركتنا الخاصة أيضاً وبعد يعني بالتعاون مع نساء مشابهات يعني في الشمال في شمال غانة لأنظرنا الأغلبية مسلمة في هذا الشمال والفقر شديد جداً في شمال غانة عكس الجنوب الذي فيه غانة وفاحش يعني أيضاً فلذلك هنا سوف نتكلم على كيف أننا نشارك في تطوير مجتمع هكذا مجتمع هو في فرق فجوة كبيرة بين الطبقة الغنية والطبقة الفقيرة وكيف أننا نكون في استدامة لمشاريع طبعاً مرة ثانية نطلب من الطلبة أن يضعون أسئلة في أثناء الشرح للمواد التالية وسوف نرجع إلى كتابين كتاب فيه عن حلول اللي حلناها بشكل عام في السنوات الماضية وكتاب أيضاً عن الحكومات الملهمة قد يكون هو مناسب لأننا نتكلم على طبيعة الحكومات والمجتمعات الملهمة وهو كتاب أول كتاب في الحقيقة طالعنا بجانب كتاب المرجع لاقتصاد للهام باللغة الإنجليزية طبعاً نحن نتكلم على مفهوم استنهاض المشاركة والإدماج المجتمعي كيف يحدث في هذه المادة ثم نتكلم على عناصر التأثير على مستوى وعمق الشراكة المجتمعية وكيف أن يحدث هذه الشراكة ومتطلبات نجاح الشراكات المؤسسية والمجتمعية من أجل مشاريع اقتصال للهام أدوات استنهاض المشاركة والإدماج المجتمعي سيناريوهات المشاركة المجتمعية وأنواعها وتحدياتها المشاركة والإدماج المجتمعي وقضايا التنمية المجتمعية ثم أيضاً نتكلم على إظهار قدرات المجتمع من خلال الشراكات كيف نستخرج قدرات المجتمع بعضها لن تكون ظاهرة وكيف نستخرجها من خلال المشاريع والمشاركة المجتمعية في قضايا الفقر قلنا رح ناخد دائما الفقر هو كمرجع أساسي لنا وأيضا أهم خطوات بناء نماذج مجتمعية ملهمة كيف نبني نماذج مجتمعية تكون هي مؤثرة وملهمة ولها عائد على مجتمعاتنا رح نتكلم في هذه المادة وهذا المقرر في أدوات الشراكة المجتمعية ما هي أدوات الشراكة المجتمعية نعرف نوع المختبر وأهمية المجتمع نعرف نوع الشراكة المجتمعية المطلوبة نتكلم على المناقشة في طبيعة الملاحظات والأدلة والمعلومات المتوفرة طبعا أيضا يكون عندنا نوع من الزيارات الميدانية التي نرجع بعدها ونناقش ما رأيناه في الزيارة وطبعا نجمع ملاحظات جديدة من خلال المشاركين والمعنيين بعد الاطلاع على الميدان عندما ينزلون الميدان يمكننا التكلم معهم أوكي طيب يعني مع الطلبة كيف استفدتوا من الزيارة ما هو تعلمنا كيف رح نجمع الملاحظات ما هي طبيعة الشراكات التي نبنيها في مجتمعنا عسل نصناع الفارق في هذا المجتمع يمكن من القضايا المهمة التي يمكن أن تأخذونها الفقر يعني في الأمارة ثانية في السودان أو طبيعة المشاريع التي تعمل مع التعاونيات وكيف أننا نحن ممكن نستفيد من هذه المشاريع في تقليل الفقر نحن عندنا في موريتانيا ذكرنا لكم في قرية الدار البيضاء عندنا تعاونيات فكيف نبني هذه التعاونيات وننوع فيها ونبني عليها من خلالها الأصول المجتمعية تعاونية تقوم ربحيتها على الأصول المجتمعية ليس على الأصول المادية يعني كل ما صار في ثقة بين الأفراد في داخل التعاونيات صاروا يشترون ما يشترون لها من التعاونية يجبون أي شيء التعاونية تجيب لهم هي فهذه في الحقيقة هو يغذي المجتمع ويعطيه قوة بدون ما نحسسها أننا نحن قاعد نساعده يعني حتى لما نساعده نساعده بطريقة غير مباشرة وبالتالي اللقاءات المجتمعية أيضا تزيد ويتعلمون من خلال التجارب يبنون قواتهم من خلال التجارب ومن خلاله يطلعون من تحت من تحت التعاونيات عادة يطلعون رياضيات أعمال يعني يمكن رياضة الأعمال من خلال هذه التعاونيات وبالتالي ينبني من خلال التناغم بين التعاونيات والعوامل التي تعزز الإيجابية وتبني المعرفة الجديدة والابتكار وبالتالي نبني من خلالها حزمة عملية للقضاء على الفقر يعني ما رحنا أخذ تجارب سابقا من جهات أخرى منطبقة لأنه قد ما تنطبق علينا الوضع يختلف الناس تختلف فكل وضع لها طبعا طبيعة حل ستجد أنت كأستاذ وطلبتك سيجدون أن كل مشكلة لها طبيعة حل تختلف عن الأخرى ممكن نأخذ أفكار من هذه وهذا ولكن على فكرة قلنا نحن لسنا أصحاب أفكار نحن أصحاب مدرسة التفكير أصلاد الإلهام يقوم على مدرسة التفكير وليس على أفكار فلاحظوا الفكرة ليست الفكرة نحن ما نقدسها نقدس بعد الله سبحانه وتعالى يعني نحترم طريقة التفكير كلما كان التفكير سليم كلما استطعنا أن نأخذ ما نكون انتقائيين فيما نأخذه من التجارب الناجحة لا شك فأفق كل ذي يعلم نعليم لا شك أننا دائما سوف نتعلم والطالب أيضا نعلم أنه يكون عنده مكينة التعلم هذه التي هي التعلم وليس التعليم فقط تعلم منات العقلية المتجددة التي تستطيع أن تكسب سلوكيات جديدة وعادات جديدة مفيدة في حل المفكلات إذن جلب التعليم إلى التحديات الاجتماعية أيضا واحدة من الحلول التي احنا أخذناها في قرية الدار البيضاء وهي تسهم أيضا في أنه كيف نستخدم قدرة التعليم لتدريب عقول الفقراء على تصور التطور الذي يمكنهم القيام به أي تحقيق الضغط طبعا هناك أيضا مسابقات في المجتمع كلما كان المجتمع مبتكر كلما وفرنا لهم في الحقيقة نوع من الإرشاد مع المسابقة يضمن أن هؤلاء هم يستمرون في الارتقاء في مجتمعهم برقم التحديات التي يمرون فيها بطريقة أو بأخرى طبعا يختم المقرر هذا بدراسة حالة احنا اقترحنا عليكم دراسة حالة أنتم موجودين عندكم دراسة حالة كنت نقوم أي دراسة حالة اخترنا مثلا قدمات كبار السن في التنمية المجتمعية دور كبار السن مرة ثانية في تنمية المجتمع وعطاءهم واستمرار عطاءهم ما هي التحديات لو احنا ما استفدنا منها من أمراض من أمراض نفسية من أيضا صعوبات في المجتمع وأيضا خسارة المعرفة والقدرات المعرفية التي عند هؤلاء الحكماء سميهم احنا ثم أيضا طبعا كيف نعمل مختبرات نرفع من أثر خدمات كبار السن وطبعا إدراك متجهات المشكلة وطبيعتها وإلى أن نختم والله نأتي بحلول فعلا عملية ترتقي بالمجتمع من خلال هؤلاء كبار السن المادة الأخرى أيضا في المقررات الماجستير هي مادة اقتصاديات لابتكار الاجتماعي وطبعا في هذه المادة احنا نركز على يعني مرة ثانية كيف أن نحن نبتكر لحل مشاكل مجتمعية ومن خلال نظرة شمالية يعني رحظوا مثلا رح نطرح حالة ونادي الأساد عندهم نفس الشيء يعني دراسات حالية يقدمونها لأننا بالصور يعني حابين نقول لكم مثلا أن لحينما ذهبنا إلى قرى الشاي الفقيرة في أسام دراسنا ليس فقط مثلا هما ما يعانون من دخل بسيط مقارتهم طبعا لتاخذ الشركات الكبرى ولينا استطيع أن نحل لهم بطريقة مباشرة لكن نستطيع أن نغذي طلبتهم أنهم يكونون هما طلبة مميزين وخرجين يعملون يرجعون ويعملون في شركات تتعلق بالشاي بحيث شوي شوي يسعبون القوة التي عليهم على بلدهم أو الاستغلال لأهاليهم الذين يعملون في الشاي نفس الشي قد ديناهم في وسائل الاكتفاء الذاتي فهي من أفضل القرى في المناطق الاكتفاء الذاتي هالمناطق وطبعا عندما حضرات حتى في الجامعات كيف أن تصير في دراسة طبعا في جامعات للشاي في آسام على فكرة يعني متخصصة أيضا في الشاي وطبعا كيف أن يكون نستفيد من السياحة ونعزز مفاهيم التي متوفرة لدعم السياحة والقرى المحيطة بها كيف أنه مثلا يستتكامل بين قرى الشاي وقرى الثروة السمكية والمشاركة في أيام البيئة بشكل أو بآخر وطبعا الفلكلور الذي يتعلق بالقرويين الذين يعملون في الشاي والصناعات القريبة من قرى الشاي وكل هذه طبعا عملنا عليها بطريقة أو بأخرى لكي يعني يكون في تكامل في الحلول التي أخذناها في مفهوم مرة ثانية تقليل الظلم الواقع على مثلا أهالي أسام في قرى الشاي فهذه مثل على مرة ثانية دراسة حالة هو نحاول أن الطلبة يشوفون وسائل الابتكار لمشكلة كهذه وبالتالي يستطيعون أن ينظرون إلى الأمور بطريقة مختلفة وهن هي يأتي التفكير البداعي يعني واحدة من الأخوات نسيت والله دكتورة مين أكرام أو مين اللي قال أن أو آمنة الموضوع الابتكار والإبداع فقلنا دائما الإلهام أعلى يعني دائما نقول الإلهام الأستاذ يعرف أن الإلهام مرحلة إنسان يريد يريد أن يغير في العالم المبتكر ويريد أن يصنع شيء معين الابتكار ما لكي يغير في العالم لاحظوا هذاك لا هذاك ما يهم ما هو الابتكار الذي سوف يأتي يهم أنه يريد أن يغير في العالم يعرف أنه يريد أن يؤثر في شيء ما في الاقتصاد الاجتماعي في الفقر في كذا ثم تأتي الابتكارات فالابتكار هو يحتاج إلى فند، يحتاج إلى دعم يحتاج إلى والابتكار يعتمد ليس على مجموعات، عادة يأتي من خلال تفكير بداعي لشخص أو ثلاثة شخص أو أربعة، ثم تأتي للمجتمعات، ثم تأتي أيضا مرحلة الرياضة والرياضة نفس الشيء تقوم على مفاهيم النجاح وكذا وحقلنا أننا الملهم أكثر بالنسبة لنا أهم من الناجح لذلك نقول حتى في كتابنا لمذكرنا إعادة ابتكار حياتنا عللنا أن الابتكار نقصد فيهنا ليس الابتكار الذي نعرفه ولكن الابتكار الذي يقوم على هندسة المجتمعات وعلى بناء ثقافة جديدة في المجتمع ترى الابتكار ورياضة الأعمال لها هدف أكبر من أن يكون إنسان ناجح ويحقق أرباح ولكن كيف يؤثر في مجتمعه وكيف يصنع رياضة اجتماعية من خلال المشاريع لذلك حتى نتكلم مثلا استعرض تجارب التمويل الحاشد كراود فاندين يعني وكيف أن أهميتها في تحويل الابتكار والرياضة الاجتماعية لو عرفنا نستغل إحنا كمسلمين والآن بدأت في مواقع في الحقيقة مبنية على تعمل في أيضا مفهوم الرياضة الاجتماعية كيف أن نعزز المواقع التي تعمل بالرياضة الاجتماعية وكيف نربطها بالابتكار الاجتماعي لأن المواقع تغطي الجانبين تغطي الابتكار الاجتماعي والرياضة المجتمعية وأيضا طبعا خصائص الرياضة الاجتماعي وطريقة برمجة التفكير الابتكاري في المجتمعات كيف نجعل المجتمع لديه التفكير الابتكاري عنده روح الفضولية يحب دائما أنه يعني يبتكر أشياء في داخل التحديات وطبعا عندنا في الأخير أن كيف الابتكار الاجتماعي في المجتمعات المستهدفة يكون نحن لدينا هاي الكتاب فيه كتاب آخر هو كتاب وهو مرة ثانية تصميم حياة ملؤها الفضولية أيضا هو كتاب جيد ممكن رجوع لنا نتكلم فيه على كيف الابتكار والريادة الاجتماعية تحتاج إلى هذا النوع من التفكير الذي يقوم على دائما الفضولية وحب الاستكشاف طبعا هناك فيه مستويات من الابتكار الاجتماعي حتى في الهام الاجتماعي نحتاج دائما أنه عندنا ثلاثة اشياء ثلاثة معطيات دائما رح تكون أساسية في موضوع الابتكار الاجتماعي خاصة لما ندخل فيه ومرحة متقدمة في المختبرات مختبرات تقتصى لها دائما عندنا الفكرة وعندنا الرغبة في التطوير لأننا نحن نحمل على التطوير وعندنا الرغبة في صناعة منتج ما الذي هو يبين لنا الأثر الذي وصلنا له أو التأثير الذي بدأ يظهر في المجتمع المنتج غد يكون خدمة غد يكون منتج غد يكون يعني شيء تغيير في مسارات تغيير في طرق عمل وطريق في كذا أو غد يكون منتج يبتدي نشوفه فلذلك نتكلم مثلا في قرية الشاي رح يكون منتجات جديدة يعني تأخذ القوة كلها من يعني القوة اللي حين تسحبها شركات الشاي الكبرى التي تشتري الشاي من المصانع أو تكون عندها مصانع موجودة لأن أصبحت هي لا هي تتخلى عن الأماكن دي تشتري الشاي فعندها قوة الشراء تفرض عليهم الأسعار بينما شوي شوي لما نبتدي شركات صغيرة تكون في المجتمع هي تبتدي تعلب الشاي تحط نكهات جديدة في الشاي تبيع الشاي في بطريقة مختلفة وهكذا فلاحظ هاي مثلا أدخلنا نفس الشي في قرية البامبو أنه في منتجات جديدة للبامبو طريقة تصنيع يجبنا مصممين لديهم أفكار كيف أن نستغل البامبو بغير نبيعه للجلسات المعروفة وللتصاميم البناء وكذا فلاحظ أن هذا المنتج هو أيضا يلعب دور كبير في نجاح الابتكار الاجتماعي المستهدف الذي يكون الهدف من كل هذا هو رفع العائد للمجتمع يعني الابتكار الاجتماعي شون هدفنا منه أن المجتمع يكون عنده عائد أفضل فيرتقي في عياته وبالتالي يحس أننا أو الشباب نحافظ على هجرة الشباب ما بيهاجرون لم يكن في أعمال مبتكرة وهم يساهمون فيها فلذلك نقول هي طريقة الترابط بين الفكرة والتطوير والمنتج هو سوف يصنع الفرق هو الأثر فلو كانت مثلا طلعنا من الفكرة فكرة ثانية كما نرى هنا فنستطيع خلال ذلك أن والله ونربطها بالتطوير يطلع عندنا منتج جديد مختلف لو كانت فكرة ثم هذه الفكرة سونا منها منتج ثم طورنا المنتج أيضا هذه بعض طريقة عمل جديدة فهي هنا في الإبداع في العمل الاجتماعي وهني عندنا الرياضة في العمل الاجتماعي لما نعمل على مرة ثانية منتج جديد وفكرة وتطوير في مرة واحدة من البداية ونصنع الإلهام بلا شك أن هذه نسميه الإلهام في العمل الاجتماعي ففي التالي نعمل على هذه المستويات لكي نصنع الفرق لاحظوا مثلا إحنا رح ناخد في الصف السادة يستعرضون مثلا دراسات حالة مثل هذه هذه عبارة عن المرة ثانية واقي الحرارة لأكواب القهوة بسيطة فكرة بسيطة جدا صح لكنها مرة ثانية جات من خلال الابتكار وعليها بيتنت عليها يعني حقوق ابتكار رح ضو لأنها ما حد فكر فيها ببساطة فكر فيها أول شغل خذ عليها حقوق ابتكار بذلك كان أحد ثاني فكر فيها لس ما فكر بأنه ياخد عليها حقوق ابتكار فالابتكار في المنتج الابداعي طبعا مهم لأنه ابداع يعني يأتي حتى ساعات من تصاميم بسيطة وساهم في حالة قضية لأنه كان فيه ناس تحترق أيديها وينسك بالشاي بسبب أو القهوة بسبب الكوب الحار ثم نأخذ أيضا دراسة حالة اللي مثلا احنا رح نركز هنا بعادة ابتكار ريالة العمال التي تأتي من الحاجة الملحة في قرى البلدان النامية الحاجة الملحة اللي هو يسمونها necessity entrepreneurship يعني الرياضة اللي تأتي من الحاجة من الحاجة ما هو يقولون الحاجة أمو الاختراع نفس الشي الرياضة في نوع من الرياضة يسمونها necessity entrepreneurship يأتي من الفقر يأتي من الحاجة لشيء ما يبتدي الناس تبتكر فيه وهذه فكرة الجمعيات مثلا في مرة ثانية في قرية الدائر البيضاء في نواكشوض فاحنا مثلا هذه الحالة نستعرضها مرة ثانية نستعرض الحلول الكلاسيكية الموجودة ثم نستعرض ادراك المتجهات المشكلة طبيعة المشكلة وكيف ان احنا نستخرج مثلا سجاد مثلا صوف الجمل ونحافظ على النظام الاقتصادي للجمال والمنتجات تكون هي قروية ونطلع ناس عندهم كرامة يعني ومحفوظة كرامتهم كبار السن ودربون الناس على انتاج السجاد العبوي فهذه مثل عملي على كيف ان نستطيع ان نرتقي بالمجتمع وايضا نضع لها معادلات طبعا عملية تسهم في رفع العائد من المشروع ثلاثة اخصاء للهم وذكرنا لكم في البدايات هذه الجلسة اليوم ان همية تكون نعمل على هذا المقر بشكل اكثر ونحتاج لمساعداتكم لكي نطور هذه المادة لانها من المواد المهمة في المستقبل ان شاء الله لهذا الاقتصاد كل الاقتصاد لمعادلاته خاصة في ذلك طبعا رح ننقدم في هذه المادة المعادلات التي نحتاجها للتقليل من الآثار العناء للاجئين وكيف انهم يصدون وتوضع امامهم الحدود والعداب الذي يمرون فيه وشفتوا انتو كيف المساكين الآلاف من العرب والعراقيين والسوريين تأذوا في الحدود التي كانوا يعني يعبرونها في بلاروسيا وغيرها طبعا وكيف اوروبا الآن ترفض اللاجئين اخذت منهم اللي تريد ثم رمت الآخرين طبعا لذلك نقول ان هناك معادلات تسهم في اعطاء الحلول بطريقة مختلفة ولذلك يعني نحتاج ان نطرح مثل هذه الحالة مع الطلبة وانتو عندكم ايضا في السودان نفس الغضايا عندكم غضايا لاجئين كثيرة ومشاكل كثيرة في هذا الموضوع لذلك نقول ان احنا نحتاج وطبعا لاحظ ان احنا ندرس الطلبة ليس فقط لمشاكل السودان فلازم يراعي الاستاذ ايضا ان ياخذ مشاكل بعد في العالم العربي او مشاكل في العالم اللي يكون الطالب عند التفكير المتكامل نقدر نقول يعني 80% مشاكل متعلق في السودان الحبيب وكذا 20% مشاكل عن العالم العربي والعالم الاسلامي او العالم بشكل اخر طبعا احنا 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 تكلمنا بشكل واضح عن موضوع الاختلاف الاقتصادات في احنا شرحنا في يعني الحصص الموجودة على اليوتيوب ولكن هاي لكم كاساد المعادلات كما ذكرنا هي مرتبطة بالعملة احنا ليش نبي نطلع معادلات اكثر عشان نضبط موضوع عملة اقتصاد الالهام احنا نعرف ان عملة الاقتصاد الرئاسمالي هي ترتبط بالموارد وبالقيمة المضافة في الاقتصاد الرئاسمالي اخواني تكون معادلاتها مثل ما قلنا استخدام الموارد زائد صناعة القيمة المضافة يعني القيمة المضافة لن تأتي الا من خلال استخدام الموارد والموارد حددوها الموارد المالية بشكل كبير في الاقتصاد الرئاسمالي بينما في اقتصاد المعرفة احنا نستخدم المعرفة اللي هي اكثر من الموارد والتي ترفع من قيمة الموارد وتصنع القيمة المضافة ولكن لحظة هو نفس الشيء بمنهج طبعا الاقتصاد الرئاسمالي متأثر بشكل يعني غير مباشر ومباشر وخاصة اليوم اقتصاد المعرفة اليوم هي الاقتصاد اصبح كأنه ما يقوم به الآلة او الذكاء الاصطناعي بينما الاقتصاد الابتكار والابدع يتكلم على الذكاء الانتقائي زائد تنافسية الفاعلية التي هي عبارة عن يعني تعظيم الفاعلية باكثر ما يقوم اما اقتصاد الالهام فهو يقوم على الاستكشاف للفرص كيف نستكشف الفرص زيادة الاستكشاف للفرص هو ما يساهم في تقليل الاستخدام للموارد في تقنين المعرفة واستخدام المعرفة السليمة في رفع العائد من الذكاء الانتقائي وبالتالي ايضا مرتبطة بليس القيمة المضافة وليس تنافسية الفاعلية فقط ولكن بحجم الاصرار لصناعة الاثر ولتحقيق الاثر فمعناها القيمة المضافة هي على مستوى ليس المستوى المادي ولكن على مستوى الاثر الذي نريد أن نحققه ولذلك حجم الاصرار هو اللي مرتبط هنا باقتصاد الالهام فنعيد مرة ثانية اقتصاد الالهام يركز على استكشاف الفرص وحجم الاصرار الذي يصنع حملة الالهام في النهاية وبالتالي يصنع مدخلات مختلفة عن مدخلات الاقتصادات الثلاثة الأخرى طبعا في هذه المادة سوف نركز على مرة ثانية باستخدام هذا الكتاب وإن شاء الله نخرج معكم أنتم من خلالكم وبخبراتكم وبعد تطبيق العمل ومعرفة اقتصاد للهام بعمق نخرج معكم بمعادلات إن شاء الله أفضل ونطلع بكتاب متخصص في معادلات اقتصاد للهام لأن من أهدافنا على فكرة في المشروع الدول اقتصاد للهام واللي أنت وإيضا نتمنى أن تكونوا نشركان فيه لعمل مؤشر عالمي نقتصاد للهام وإحنا اليوم في مؤشر يتعلق في السعادة صح وفي مؤشر يتعلق في نسبة التلوث والفساد وإيضا يتعلق في الورد اوكوناميك فوروم الذي هو عبارة عن المنتدى العالمي يخرج أيضا عن الاقتصادات وفي مؤشر يتعلق في الإبداع والابتكار الانيفيشن اندكس وفي اقتصاد المعرفة فلنريد أن نخرج إن شاء الله في مؤشر في خلال خمس سنوات من الآن يكون عندنا مؤشر قوي عالمي ويكون نوع مرجعي لنا نحن الذين أسسنا معاكم طبعا ومن خلالكم كأساد مقتنعين بهذا الفكر بهذا الاندكس الذي كل عائد أيضا مادي وليس فقط عائد ذات تأثير على المجتمع طبعا نتكلم على مقدمة لمعادلة الالهام وكيف تعمل المعادلات في الالهام وأساس كل المعادلات في نظريات اقتصاد الالهام ثم مقارنة بين معادلات الاقتصادات الرئيسية ومفاتيح معادلات الالهام التي تصنع عملة الالهام ومعادلة نجاح التغيير لصناعة النماذج الملهمة ثم معادلة أثر التصور وبعدين معادلة التنافسية الشاملة للالهام ثم معادلة مصادر للالهام لأن أيضا هناك مصادر للالهام نريد أن نعرفها ونستخرجها وهذه هدفها المعادلات هو تسهل العمل الخبير المعادلات ليس هدفها معادلات الحسابية التي نعرفها فقط إن صارت إن شاء الله من خلالكم لكن هدفنا في المعادلات هو إن نسهل طريقة التفكير الخبير يعني كانت تجمع خبير أين يركز عليه لما يعمل في حقول مختلفة طبعا معادلة إدارة تغيير نحو نماذج الملهمة ومعادلة إدارة تغيير موجودة هي لحن ندرس يعني في علم إدارة تغيير أيضا معادلة أثر القائد الملهم معادلة العرض مقابل الطلب وطبعا بالمقارنة بمعادلة القدرة مقابل الطلب ثم أيضا معادلة التأثير بدون سلطة ومعادلة العائد على الاستثمار في المشاريع وهو نوعين Retain on Capital Employed أو Retain on Project Employed وRetain on Investment نوعين من المعادلات معادلة طبعا بريتو الأقلية المهمة معروفة 80-20 ثم مؤشرات الإلهام ودورها لتطوير المعادلات وتطبيقات معادلة تبريتو في مختبرات القضاء الفقر كأمثلة معادلة رفع هامشية الربح والقيمة المضافة من المشاريع المختبرات نعطي مثل أهم من المعادلات التي نركز عليها معادلة التنافسية الشاملة للإلهام التي هي Overall Inspiration Competitiveness سمناها وهذه المعادلة هي تسهم في الحقيقة في المخرجات قياس المخرجات المستهدفة من المختبر وتسهم أيضا في كيف نرتقي نحو التأثير والأثر تدريجين فالمعادلات هي طبعا تقوم على أن معادلة التنافسية الشاملة في اقتصاد للإلهام تقوم على التوفر قدرتنا أن نحن نتوفر في الوقت المناسب وفي المكان المناسب وجودة الفاعلية الأثر أو الأثر بشكل عام المستهدف ثم الكفاءة كيف أن حققنا فاعلية في الأثر واستمر بشكل كبير وبأقل الموارد وكان في الوقت المناسب فالمعادلة تتميز بأنها يعني صعبة الكمال يعني من الصعوب من الصعوب وكان الإنسان يحصل منها فيها نسبة 100% لأن أي نقطة أقل من 90% سوف نصل إلى 73% من نسبة التنافسية وهذا هو المطلوب مطلوب أن الإلهام مرحلة ممكن الوصول لها لكن الوصول للإلهام الكامل هذا صعب هذا صعب فبالتالي دائما يحس الإنسان هو حساد أن يبدل أكثر وأكثر لكي يحقق الإلهام الأفضل والأكمل إن شاء الله طبعا هنا دراسة الحالة نقدمها من الكتاب الذكرنا فضلية الهادفة ثاني في موضوع الأسرة كيف أن التوفر طبيعة التوفر المطلوبة ثم نأخذ من خلالها المعادلة والله أن ترى توفر الأسرة هي مرتبة بشكل كبير في طريقة إدارة الأسرة مرتبطة في طريقة الإدارة الكلايكية وجودة فعالية الأثر كيف أن نخرج المريض على في الوقت المناسب مريض الحالة الطارئة وأيضا الكفاءة كيف نستثمر في هذا الأسرة بأقل التكاليف بحيث أن نخرج المرضى للحالة الطارئة وأيضا الكفاءة في رضى المرضى أن لم تقل الكفاءة من رضاهم بسرعة أنهم يتمون على أن يخرجون من السرير الحالة الطارئة لم يقلل من رضاهم بالعكس زاد رضاهم بسبب أنه شافوا أنهم يشفون بطريقة أفضل لأن الإدارة لهم أفضل وطريقة الأسلوب العمل معهم كان يختلف فمن خلال هذه طبعا نصنع المعادلات ونصنع أيضا نفهم في الأخير كيف ندير المرة ثانية مع تحديات صعبة بشكل أو بآخر طبعا أيضا في الفصل الثاني سوف نتناول قلنا مقررين أساسيين مهمين في اقتصاد الإلهام اللي هو الاقتصاد المرن واقتصاد الشباب بالنسبة للاقتصاد المرن فنحن سوف نتناقش مع الطلبة على ما هو الاقتصاد التكيف والمرونة وكيف أن هذه الاقتصاد يقوم على عملة تدعم عملة اقتصاد الإلهام سمي عملة التكيف والمرونة وهي التي تثبت قيمتها من خلال قدرة عن اقتصاد الصدمات والإعكاسات والارتدادات المفاجئة لأيها الزات اقتصادية اجتماعية وتختلف أخواني وخواتي عن اقتصاد المرونة المقصود الآن في التفكير الأسمالي التفكير الأسمال الآن يستخدم أيضا ما يسمى ريزيليانس أكونامي ولكن نستخدمها في الملائع المالية للبنوك والمؤسسات المصرفية فنحن نتكلم على لا نتكلم على اقتصاد مرن لمجتمعات يسهم في قدرتها المجتمعات على ان تفصل الصدمات وتحول من هذه الصدمات والارتدادات والهزات تحولها إلى فرص في الحقيقة ارتقاء بالمجتمع وارتقاء بحلول في المشكلات الاقتصاد الاجتماعي وبالتالي في تطور الاقتصاد الاجتماعي بأقل الموارد في داخل هذا المقر سوف نركز على ما هو اقتصاد التكيف والمرونة وكيف أنه يؤثر على القناعات كيف أنه هناك مكونات لهذا الاقتصاد وكيف هو مطلوب منه داخلها التعايش المجتمعي بشكل عام وأثر التعايش على الاقتصاد والترابط بين اقتصاد الالهام واختصال المرونة وكيف ندير التعايش المؤسسي أو المجتمعي كيف نصنع نماذج مرنى من خلال المختبرات وكيف نستفيد من تجربة الجائحة كوفيد في متانة الاقتصادات المرنى وطبعاً فكر اقتصاد الالهام في العصر الجديد وارتباطه بالاقتصادات المرنى والمتانة والاسرار ونظرة جديدة لقدرات المرونة في داخل مجتمعاتنا لذلك نقول لنا فيه ترابط كبير لازم نبيعينا للطلبة من خلال مرة ثانية المشاريع من خلال التمارين من خلال الشارع من خلال الخروج معهم وأخذ الملاحظات أن كل التوترات التي يمر فيها الإنسان أو المجتمع في النهاية هي تصنعنا في الحق مصدر لعملة الاقتصاد المرن أو عملة الإلهام لأن القدرتنا على امتصاص التوتر والتحدي والتوترات بشكل عام تخلينا نحول الصدمات إلى فرص للتعلم وزيادة المرونة أيضا كل ما زادنا في قدرتنا على المرونة في تعامل مع أزمة وزيادة أزمة أصعب منها صارت قدرتنا أكبر أكبر فهذه المرونة تؤدي للتطور وصناعة الأثر الاقتصادي والاجتماعي وبالتالي صار عندنا قدرة عالية على إدارة صدمات بشكل أو بآخر لذلك قلنا نحن في بدايات جائحة كوفيد في السنة الأولى نطلع نكتابين يعني كل كتاب ما شاء الله ضخم وفيه كثير من في الحقيقة النظريات والرسومات والمعادلات تتعلق في الحلول غير مستكشفة للكوفيد في سنة 2020 طلعنا كتاب في 2021 طلعنا كتاب نتكلمنا فيه على الترابط بين استشراف المستقبل واستكشاف الفرص وأيضا كيف أن هذا مترابط مع الاحتياج العالمي والاقتصاد الاجتماعي والمجتمع والأفراد وكيف من خلال هؤلاء كلهم نقلل من المخاطر التي تدور حالنا ونرفع من المتانة والأسرار في مجتمعاتنا المقرر أيضا الآخر في الفصل الثاني هو حلول ودراسات مستقبلية وهذه طبعا الحلول ودراسات مستقبلية احنا وضعنا لها الكتاب الإنسايتس الذي نتكلم من خلاله على حلول مختلفة للمستقبل ويعني هذه المادة مهمة لأنه تساهم في قدرة كما تأخذ استشراف المستقبل بشكل كامل يأخذون طلبة دكتوراه في هذا المقرر في هذا البرنامج ولكن الاستاذ على الأقل هو يساعد الطالب أن يستعد لي الفترة القادمة أو المقرر القادم في الدكتوراه الذي يتكلم على استشراف المستقبل فهن يتكلم على طريقة دراسات المستقبلية وكيف أنه يتساهم في الفرص وتقلل المخاطر كيف أن نحرك التغيير نحو المستقبل كيف نستكشف الفرص المستقبلية في عالمها بعد كوفيد وكيف أن احنا أيضا لتعامل مع التحديات المستقبلية في العالم العربي أن نقدم دراسات في قدرة استعابية على التعامل مع التحديات المستقبلية نطلع بحلول مستقبلية ومميزة في مجتمعاتنا وأيضا طريقة التعامل مع الدراسات الاستراتيجية وكيف نتخرج بحلول إبداعية في الدراسات المستقبلية وأيضا حلول عملية محددة للمجتمع المحلي المادة المهمة أيضا في هذا الفصل هو استراتيجيات اقتصاد الشباب وطبعا إحنا دائما ذكرنا أنه اقتصاد الشباب ليس عمار الشباب فقط ولكن روح الشباب يعني كل واحد فينا اللي طاف حتى 50 سنة و60 سنة وما زال عنده روح الشباب وقد يكون هذا يعوض عن طاقة الشباب وبعضنا يمكن حافظ حتى عمر 60 عنده طاقة الشباب ما شاء الله فلذلك أيضا هذه وحدة من الفرص ولنقول أنه مهم ندرس هذا الاقتصاد لأن كل الثورات التي أتت تقدمت في البشرية الصناعية الأولى الثانية والثالثة والرابعة الآن نتكلم على ثورة الروبوتات والفضاء وهذه كلها تقوم على أن الشباب في فترة من فترات كان يؤمن بنوعية معينة من التمكين الآن إحنا دخلين على فترة جديدة وبالتالي لأن هناك في تناغص في فئة الشباب فنستعرض هذه الحالة في بداية المقرر نقترح عليكم أنه كيف أن فئة الشباب حين وهما يتناقصون ولكن البطالة هما يشكلون أكبر نوعية من البطالة وهما طبعا يحتاجون إلى أن ندخل عليهم الاقتصادات غير التغليدية فكيف رح ندخل هذه الاقتصادات؟ أنه رح نتناقش على هذه الشيء ونتناقش على كيف أن أوروبا اليوم العجوز هي أصبحت مرة ثانية ما زالت تستطيع أن تبني روح الشباب وأيضا ليابان نفس الشيء بسبب قدرتهم على مرة ثانية زيادة روح الشباب لفترات أطول ليس طاقة الشباب ولكن روح الشباب لفترات أطول وبالتالي يستطيعون أن ينتجون بطريقة مختلفة في هذه المادة سوف نتكلم على مرة ثانية خلفية تاريخي لأهمية اخصاد الشباب كيف إحنا إنشأنا طبعا كان في قبلنا أيضا مثل الاقتصاد المرونة كان في شيء اسمه اقتصاد الشباب ولكن يقصدون فيه تمكين الشباب إحنا لا نقصد تمكين الشباب ولكن كيف نستخدم عملة الشباب في هذه العملة اللي هي قلنا عليها الروح والطاقة كيف نستخدمها في حق كل الأعمار وبذات في فترات الشباب طبعا أنواع التحديات الشبابية في العصر الحديث سوف نناقشها استراتيجات إنشاء نماذج اقتصاد الشباب أيضا سوف نناقشها التحول من عقلية شباب الاقتصاد الرئيس مالي إلى عقلية اقتصاد الشباب أيضا سوف نطرحها ما هو المطلوب من الشباب في اقتصاد اليوم والمستقبل عملة اقتصاد الشباب وطبعا تطبيق لإنشاء نماذج اقتصادية شبابية ناجحة في المجتمعات المستهدفة وأيضا سوف نتكلم على كيف نرتقي بدور الشباب من خلال دراسة حالة في جودة الحياة وفي تعزيز جودة حياتهم لهم وللزملائهم وأيضا كيف نقضي على ظواهر اجتماعية من خلال دور الشباب ظواهر متتعلق في القمار في المراهنات وغيرها في التناول الكحول وطبعا تحديات العالم العربي للتحول نحو مشاريع في اقتصاد الشباب ما هي التحديات اللي ما اصناها من خلال التجارب طبعا في هذه المقرب سوف نتكلم بشكل تفصيلي أكثر إن شاء الله في الصف على إيش هي أفضل المارسات في بناء الشباب في الاقتصاد الرأسمادي كيف نفتر نركز على خدمات ومنهجة للشباب في مجال التعليم والرعاية الصحية والرياضة والتكوين كيف نركز على مهارات توظيف والعمل والإنتاج كيف نركز على البرامج التعلم ومدى الحياة كما في الدول المتقدمة طبعا القدرة على استخراج طاقة الشباب في صناعة التقيير هي هو الأساس والقدرة على استدامة طاقة الشباب واستفادة منها في الإنتاج أيضا هي مهمة ثم طبعا المارسات التؤسس الاقتصاد يقوم على الشباب هي أيضا مرحلة مهمة عشان نصل إلى هاي الافترض أن نحن نعمل على برامج غير ومنهجة لاستكشاف تنافسية الشباب والتقليل من الانشغال بالذات الشباب اليوم مشغولين بذاتهم أكثر منه مشغولين بمجتمعاتهم مشغولين هم يريدون أن يتركن بصمة ولكن من خلال نجاحهم وهو ما نحن مما نريدها نريدها ولكن أيضا نريد أن نطورها بحيث أنه يبني نجاح الآخر طبعا بناء القدرة على الاكتفاء الذاتي حتى في مراحل التحول الرئيسية في الحياة ثم برامج اقتصادية اجتماعية يقودها الشباب ومن يحملون روحهم لصناعة أثر وطني وعالمي طبعا هناك أساسيات في اقتصاد الشباب نحن نأخذ طبعا أمثلة على برامج مساراتنا خياراتنا قراراتنا التي من خلالها يتمرن الطلبة في الصف كيف أنهما يبنون مسارات سليمة لأنه ما يكون هناك في اقتصاد شباب إذا الإنسان ما عنده لايش بيربوس فولنس ما عنده هدف يعني تذهب روحه يعني على الفاضي وأيضا تذهب طاغته على الفاضي كلما كان الشباب عنده قيم واضحة عنده توجهات واضحة وبالتالي مساراته واضحة خيارات راح تكون واضحة مقررات راح تكون واضح فنبنيها من خلال تمارين تخلي الشباب يركزون بطريقة مختلفة في هذا المقرر يهمنا مقرر عملة اقتصاد الإلهام يهمنا أننا نفهم الأساسيات التي تقوم عليها عملة اقتصاد الإلهام فعملة اقتصاد الإلهام هي تعالج قضايا مثل عدم الاستقرار العطالة البطالة الفقر كما ذكرنا سابقاً وهي تنتعش بقدرة المجتمعات على التعامل مع الطلب أو الزيادة في التحديات فكلما زادت قدرة المجتمعات كلما زادت عملة الإلهام نفس الشيء كلما زادت قدرة الأفراد في التعامل مع التحديات زادت عملة اقتصاد الإلهام فهي عملة تقوم على حل المشكلات والتحديات المجتمعية ورفع أثرها الاقتصادي بطرق طبعاً ملهمة وفيها طرق يعني يكون فيها نوع من الإصرار وتكون هي بأقل الموارد الخارجية الموارد دايماً التي تأتي من القدرات الذاتية للمجتمع والمؤسسات هي الأساس التي تبنى عليها عملة الإلهام وعملة تغصى الإلهام بحيث نصل إلى مستوى من رفع القدرة على حل المشكلات والتحديات يكون هو تنافسي ويسهم في تقليل من التداعيات التي تأتي من خلال الاقتصادات الأخرى لذلك نقول في هذه المقررة سوف نركز على نظرية عملة إخصى الإلهام ومطلبات نجاحها ومحركاتها وأيضاً نستكشف المختبرات الميدانية لتصنع هذه العملة والشراكات العمل الاجتماعي وطبعاً دور هذه العملة في موجات الاستقرار في اقتصادنا الاجتماعي وعمق الملاحظة ودورها في عملة الإلهام وعملة الإلهام بالمقارنة بسوء أقرأس المال وأيضاً سوف نأخذ في هذا المقرر آليات صناعة عملة الإلهام ومراجعة ترابط عملة الإلهام مع العملات الاقتصادية الأخرى وأيضاً الإنتاج من القرى ودورها في عملة الإلهام وبناء المؤسسات المجتمعية ذات العائد الربحي وطبعاً خطوات الإنتاج من الفقراء إلى المستفيدين وكيف يتم ذلك بطريقة سليمة ثم نأتي بمرة ثانية بناء المؤسسات المجتمعية ذات العائد الربحي كما أشرنا سابقاً والتي سوف نقطيها أيضاً في التسويق في اقتصاد الإلهام طبعاً الكتاب الذي ننادي بالقراءته لكي يعطي صورة خاصة لمهتمين بالقراءة باللغة الإنجلزية Exploring Inspiration Economy أو تجارب في الاقتصاد الإلهام وكان ما هو في السنوات الأولى من مشاريعنا طبعاً واحدة من الأشياصيات اللي بنناقشها هي الدائماً أهداف التنمية مستدامة يعني نصب عيننا كما ذكرنا سابقاً وستكون قضية الهجرة هجرة الشباب بالذات أو الهجرة إلى دول الشمال من دول الجنوب إلى أوروبا وغيرها وكيف نحن نبني عملة للإلهام تقلل من هذه الهجرة وآثار هذه الهجرة أو أسباب الهجرة أيضاً سواء الأسباب سبب التغييرات المناخية أو الجوع أو الصراعات أو غيرها من الأسباب فلذلك ستكون يعني دائماً الطلبة من الأستاذ والعكس صحيح أيضاً الأستاذ من الطلبة سوف يرجع ويدير الأستاذ نقاشات حول مسألة معقدة مثل هذه قلنا في المقرر أيضاً دي في الفصل الثالث سوف يكون عندنا التسويق في اقتصاد الإلهام وإحنا نقصد في هذا التسويق وإحنا نقصد في هذا التسويق طبعاً تحديد المنتج وهامش الربحية حسب طبيعة المنتجات فالمنتجات هامش الربحية الأفضل هو ليس دوماً الأحسن تصميماً ولكن الأحسن تصميماً بالمقارنة بالسعر والناحية العملية سوف نكون لدى الطالب قدرة في صناعة قرارات اقتصادية تكون تعود على المجتمع بالأفضل فمثلاً ناخد تمارين مثل هذه نشوف قدرة الطالب أنه كيف يأخذ قرارات تتعلق في مثلاً منتجات متنوعة ناخد طبعاً مثل على ذلك وممكن ناخد مثل أمثلة عملية من داخل المجتمع تتعلق مثلاً بالصناعات القروية أو غيرها من الأمثلة والأسعار المختلفة ثم نرى الطالب كيف أنه يأتي بحلول في الحقيقة لكي يسوق هذه المنتجات ويساهم في رفع العائد للفقراء الهدف منهاي رفع هامش الربحية للمستفيدين أو في الأخير رياضي الأعمال أو الرياضة الاجتماعية أو القرى أو المعنيين سوف يستفيدون بشكل أكبر طبعاً في هذا المقرر سوف نناقش أيضاً الابتكار والتسويق بشكل عام مراحل التسويق بجانب أساسيات التسويق أنواع المتعاملين والداعمين الاقتصاد للهام تحديد المنتج وهامش الربحية أساسيات التسويق في مشاريع أقصى للهام تحديد قيمة المنتج وقبل تسويقه من خلال المقاربة والمقارنة كيف يستفيد فريق التسويق من تحديد الاستكشاف المزيد من عملة الإلهام والتطوير منتجات ذات عائد يعمل عليها الفقراء وأيضاً التسويق للحفاظ على النماذج ملهمة وفرص بناء الأسر المنتجة في المناطق الفقيرة وأيضاً تسويق طبعاً للمجتمعات المستهدفة بطرق أيضاً مبتكرة طبعاً في كثير من النقاشات سوف تأتي في تطوير المنتج أيضاً ستكون في داخل هذا المقارة والهدف مرة ثانية أن تكون عندنا خطوات واضحة من الفقراء المستفيدين ومن استفيدين الفقراء بحيث نحدد مرة ثانية المواد المنتجات الأهمة مع الفقراء نعمل نوع من الاتفاقيات مع القرويين والمزارعين وكيف نعمل الاتفاقيات هاي نعمل تصميم للمنتج تطوير للمنتج طبعاً هنا جاء طلبة الجامعة يفترن يكونوا يعملون في الميدان في ذلك نعمل على تعليب المنتج وعلى تسعيرها للمنتجات التي بحيث يكون العائد منها جيد وتوزيع المنتجات طبعاً في الأماكن التي تسوق بطريقة سليمة وإعادة تقييم وتعليب المنتجات مرة ثانية بعد ما تحدث هناك تجارة هناك أمثلة كثيرة نحن في أسام حاولنا نعمل فيها بناء على ما رأينا من منتجات تأتي من أسام هاي مثل على تطوير منتجات رفع العائد في قراءة الشاي بالذات يعني لاحظ في أشياء بسيطة ممكن ترفع العائد طريقة التغليف، طريقة الشاي، تقديم الشاي، طريقة مرة ثانية أكياس الشاي طبعاً طريقة حتى الكلام المكتوب عنه وأيضاً طريقة الحتة الغلاف أو الغلاق للحفاظ على الشاي كل هذا يؤدي إلى رفع المنتج لذلك حنا في مرة ثانية في القرى في الشمال الغانة ذكرناها سابقاً في قليم تمالي نعمل بنفس الطريقة الهدف أن نحن نطلع بالمنتج ليس المنتج المعروف الموجود في الأسواق بشكل بالأكياس ولا نطلع بمنتجات معلبة تعليف جيد بحيث تساهم في دراسة المرة ثانية المنتجات بطريقة مختلفة وأيضاً رفع العائد في المناطق الأضعف وبالتالي من خلال دراسة دمقرافية القليم طبيعة قرى نوع الفئات التي تعمل فيه وطبيعة المشاكل التي سوف نحلها يعني المسوق لا يسهدفه بس في بيع المنتج المسوق هدفه تأثير المنتج حينما يبيعه ماذا سيحدث في المجتمع وهذا هو دور الخبير لذلك احنا أخذنا مادة تسويق في اقتصاد الهام أن أنت لسه فقط أنت بتبيع المنتج وتساهم في دعم طريقة بيع المنتج لا تساهم أيضاً في رفع العائد على المجتمع وتتأكد من ذلك فلما نحدد أنواع المنتجات ذات القيمة المضافة يعني مثل التي تأتي من شجرة الشيء وغيرها لا شك أنها سوف تسهم في مرة ثانية ترفع العائد لهؤلاء النسوة الذين هم العائل الحقيقي لمجتمعاتها من خلال عملية انتاج مختلفة وبالتالي نبتدي حتى نوفر بعض المواد وبعض أدوات تغليف عشان نصل إلى مرحلة أن بداية التغليف يكون هكذا ثم يكون التغليف من خلال التعبئة السلالة بهذه الطريقة لكي نصل إلى منتجات مميزة سواء هي بودرة أو زبدة أو كريمة وأن تكون هي متوفرة في أسواق الإلكترونية وتباع في أمازون وغيرها ويكون عندها اعترافات دولية فترفع من مستوى البراند وأيضاً يكون عندها مسارين تشبيك مع منظمات ريادة مجتمعية قائمة وفرق شباب إقصاد الإلهام في غانا مثلاً أو غيرها يعني هاي كمثل بجانب أن نحن نستثمر في الأدوات التي سوف تسهم بذلك أدوات الليبلينغ، أدوات الكسارات، المطاحن، المحمصة كل هذه تسهم في صناعة هذا الفارق طبعاً في المقرة أيضاً رح نتكلم على نماذج الإقتصاد الملهم وكيف إن الإقتصاد الملهم هو يحتاج إلى نماذج ممكن تتناقلها هدف النموذج أن يكون جنراليز يعني ممكن تتناقلها دول أخرى فمن خلال نرى مثلاً زيادة الأمراض المزمنة السارية في العالم كل العالم تحتاج إلى نظريات في الاقتصاد والمجتمع أو الاقتصاد الاجتماعي فبالتالي اليوم إحنا نتكلم على حالات وفاقها عزيز بسبب هذه الأمراض المزمنة يعني هو نوع من الوباء مثل وباء كورونا لكن هذا لا نرى الضغط السكر الكولسترول وغيره لا نرى وبالتالي كيف إننا إحنا مرة ثانية نستفيد ونربطها بي نموذج النماذج التي طلعنا فيها في المقر في النموذج سوف نستطيع أن نعمل على بناء هندسة الإلهام بشكل سليم مختبرات الإلهام تبنيه بطريقة سليمة وبالتالي سوف يكون عندنا عمليات تأثير مباشرة على العقلية الملهمة وعملة الإلهام والتعلم مدلحة والاقتصاد الاجتماعي وهذه كلها تسهم في صناعة الأثر المستدام الذي نستهدفه في المجتمعات المستهدفة طبعا في أيضا في هذا المقرر نتكلم على كيف إن الأهداف النماذج الاقتصادية تختلف عن نماذج في اقتصاد الإلهام دور النماذج في صناعة الأثر في الاقتصاد الاجتماعي تجارب ميداني في صناعة نماذج حية وأثرة في قضايا الاقتصاد الاجتماعي نماذج يرفع قدرة التكيف والمرونة المجتمعية ونماذج أيضا لرفع قدرة العائلة وكبار السن نماذج يرفع قدرة الصحة النفسية والجسدية نماذج يرفع قدرة العالم الإسلامي وكيف نستعرض مرة ثانية نماذج الاستكشاف ذوي الصلابة ونماذج الاستكشاف أيضا الفرص في داخل المشاكل ونستطيع نقول أن نماذج اقتصاد الإلهام تركز على رفع الانتاجية تطوير المجتمعات رفع القدرة على التعامل مع المشاكل استكشاف الفرص من الأزمات واستكشاف الفرص أيضا التي هي تأتي في المستقبل لذلك عندنا اقترحنا لكم كتابين تفكير استحق الحياة وكتاب Exploring Inspiration Economy وهو طبعا اللي هو فيه احنا كتبنا فيه عن بدايات الأبحاث التي كنا نستكشف الأبحاث الأولية كنا نستكشف فيها معنى اقتصاد الإلهام وكيف تقوم نماذج اقتصاد الإلهام بشكل عام طبعا دور نماذج احنا ليش نركز عليها نماذج اقتصاد الإلهام لأنها تساهم معنا في إعطاءنا توجه عن كيفية بناء نماذج الأعمال المناسبة لكل مشروع فمثلا في القرى البيئية بشكل عام نستطيع أن نقول دائما نحن نرسم المسارات الأصول المهمة هذه مثلا في آسام في شمال الهند وآسام طبعا تعرفون فيها مسلمين وفيها أيضا غير مسلمين السكان المسلمين كان هم الأغلبية في السابق والآن أصبحوا أقلية بسبب هجرة الغير مسلمين في هذه المناطق وهناك أيضا سكان أصليين اللي هما تميل يعني يعني شكلهم إلى الآسيوين في عيونهم وكذا عموما طبعا في هذه البرامج احنا لما نعمل مشاريعنا في هذه المناطق لا شك أن نطلع بنماذج أعمال كل ما نجحنا نعتبر أن هذه نموذج عمل جديد قد تستفيد مننا قرأة أخرى مشابهة في العالم وهي فكرة نموذج النماذج لما أقول لكم أن نحن نريد نماذج في العالم فالأستاذ إن شاء الله دائما يعمل معها طلبته على صناعة هذه النماذج كل ما زادت عندنا النماذج كل ما زاد أن الناس تستطيع أن تطبق هذه الاقتصاد وتؤمن بأن هناك عملة اسمها عملة الإلهام لذلك نقول أن نحن عندنا دائما في هكذا مشاريع يكون عندنا رسم مسارات الأصول المهمة ما هي الأصول المتوفرة في هذه اللحظة هنا مثلا عندهم أصول طبيعية عندهم أصول مجتمعية عندهم علاقات هذه كلها أسر منفتحة على بعضها البعض يعني هما يربون أبناء بعضهم البعض عندهم أصول يعني مجتمعية فعندهم أصول أيضا معرفية فالكثير هناك من الأصول التي هي متوفرة في داخل المجتمع نحاول نحن نستخرج أفضل ما فيها ونجمعها مع بعض ونطلعها في منتج آخر ولكن هذا يحتاج أولا أن نحدد الشركاء من هم الشركاء الذي يعتمد عليهم في المرحلة الأولى فإننا مثلا اخترنا الشركاء هما شباب سوينا مجموعة شباب ويقودهم واحد من الشباب الموجودين الذين يمثلون اقتصاد للهام لأن تدربوا على أيدينا يعني ثم أيضا نستثمر في رفع العائد من الأصول مثلا أن هؤلاء مثلا يعملون في الصيد فكيف أننا مثلا هو الآن يصطاد فقط ليومه وروح يبيع مثلا في السوق المحلي بالقرب منه السوق المحلي الصغير جدا يبيع سمكات بسيطة لكي أيضا يترزق منها ولكن لو إحنا جبنا له اليوم وهذه مياه حذبة على فكرة يعني هذه أنهار وليست بحار فإحنا لو جبنا له مرة ثانية سناديق ومع ثلاجات فيها يعني مبردات صغيرة وفرناها له لا شك أنه يستطيع أن يصطاد بشكل أكبر وبالتالي يستطيع أن يبيع وحاولنا أن يبيع هذا السمك في مناطق التي فيها عائد أكبر بالقرب من الفنادق بالقرب من السوق الرئيسي الكبير مثلا وصلنا هذه يعني تطورنا وصلنا مثلا هذا المنتج إلى مثلا دلهي لا شك أن العائد سيكون أكبر بشكل كبير أو استطعنا أن نعلب هذا السمك أيضا هذا العائد سوف يكون أكبر أو ثلجنا هذا السمك وبعناه مثلج أيضا العائد سوف يكون أكبر فلاحظوا هنا أن التدخل مالنا سوف يكون بناء على توجهات معينة وبناء على شراكات معينة أن يكون في عائد من هذا الانتاج حتى حق التكلفة التشغيل والاقتصاد للهام الذي هم الفريق الموجود هنا فبالتالي نقول هذا نوع من الاستثمار أيضا الاستصلاح للأصول المكمل للأصول المستثمر بها لرفع العائد مرة ثانية نشوف ما هي طبيعة الأصول التي لا يستثمر بها ونعمل عليها سواء الأرض الزراعية وغيرها ثم نعمل على تطوير طرق التسويق والعرض والبيع للمنتج كما ذكرت في الأماكن المختلفة وكذا ثم نعمل على تنويع الأصول المستدامة للقرية وبناء العلاقة بين الأجيال نحاول أن نقنع الأجيال أن لا تهاجروا خلصتوا الكلية حينا عملوا في مثلا في مجال التسويق عملوا في مجال كذا وكذا ونصح قصص نجاح في هذا المجال لكي نقنع الأجيال الأخرى أو الشباب الآخرين أن لا يهاجروا وأن نبني علاقة بين الأجيال أن الخبرات الآن بعد تقل في خبرات كبيرة تفقد بسبب أن الأجيال تهاجر ولا يوجد أحد يعمل في هذه المجالات فهذا طبعا من خلال ذلك سوف نقضي على الفقر لأنه بالرغم أن هذه المنطقة فيها الشاي، فيها الأروز، فيها الزهور، فيها الخيزران، فيها المطاب، فيها الأنهار، فيها الطبيعة بشكل عامل جميلة، فيها الحرير والنسيج، إلا أنه الفقر عندهم فقر متقع فهذه أيضا واحدة من التحديات الكبيرة التي نعمل عليها لذلك ندخل على هذا النموذج مثل مغل أشياء أخرى مثل السياحة القروية مثل صناعات التقليدية وعملها يعني كنوع من أيضا هذا الانتاج دام السياح يكون مهم جدا وطبعا يباع أيضا المنتجات التي تتخرج من هذا القريب نقوم أيضا في هذا النموذج مثلا بأن أدخلنا الفئة المهمشة في القرية الطلبة المتسربين الذين سيهاجرون المرأة المطلقة أو المعنفة أو ذو لعاقة طبعا أيضا نفس الشيء موضوع التشبيك كما ذكرت سابقا مع منظمات المجتمع المدني مع الكليات أو الجامعات مع المدارس في القرية مع وسائل الإعلام وكل هذا قمنا فيه الحمد لله في زياراتنا كل زيارة دائما نحاول أخواني وخواتي نشبك مع الإعلام أيضا فهذه الجزء مهم جدا ولاحظوا هنا هذا أحد من شبابنا لعي يسوي دورة تدريبية للأهالي بحيث أنهم يحافظون على القرية هذه القرية احنا أخذناها كاملة منطقة كاملة يعني هم أعطونا إياه هذه الأرض تبرعوا فيها أهل القرية بحيث أننا نعمل فيها مشروع المدرسة البامبو وأيضا تدريباتنا الخاصة بالطلبة والشباب وطبعا تصوروا أن هذه الشباب اللي يأتون من مثلا قرى مجاورة يشتضافون في بيوت هؤلاء أيضا الأهالي لأنهم التزامهم في هذا المشروع فلاحظوا أيضا هذا الجزء من النموذج الذي نحن نأخذه في الاعتبار وقد هذه النماضي تأخذونها أنتو نفسها وتحاولون تتوقع يعني ترفعون التوقعات من الطلبة عندما يعملون في مشاريعها طبعا أيضا ربط المشروع بره أخرى ومعايرة ومعايرة بالمشاكل المجتمعية والبيئية والاقتصادية مثلا ما هذين الناس عندهم الفيضان عندهم كثرة الشباب المهاجر وعندكم نفس المشاكل تقريبا مشابهة مع أسام عندهم الطبيعة المهملة اللي غير مستفاد منها يعني ما في سياحة معنا بالرغم أن هذه أفضل أحلى بكثير من يعني الهند في الجنوب يعني الشمال هو أحلى بكثير طبعا بشكل كبير وطبعا أسام هي كأن شبه يعني منفصلة عن الهند بشكل عام أيضا عندكم أيضا لما نشوف النموذج نشوف رفع ربحية المشروع أو الاستثمار به أكثر أو توقيفه بعد تقييم مرتين كل ستة شهور كيف نرفع ربحية المشروع أيضا جزء من هذا النموذج طبعا نربط الشباب المتحمس وأيضا بميسر أو واحد من المنتور نسميه اللي هو يكون يعني عنده حكمة شوية في من خلال الأساذة المشرفين أيضا عندنا نحن نادي اسم نادي كتاب اقتصاد الإلهام قد يكون هاي فكرة من الأفكار أيضا التي يعني تبنونها جماعة أمدرمان الجامعة الأساذة أنه نادي الكتاب بحيث يشجع الطلبة على تبادل الأفكار وقراءة كتب اقتصاد الهام والمناقشة حول تطبيقات ها المحلية طبعا مرة ثانية الاستمرار الأنشطة في هذه القرية في المدرسة التي حين سويناها هذه بحد ذات يعني وهذه المنتجات التي كانت في البداية هذا المدرب مثلا الذي يأتي من خار كل فترة يستضاف مدرب من المدربين الذين يعملون في هذه المجالات يكون هو من الحرفيين في هذه المنطقة يستضاف ويحتاج فقط يكون متبرع حتى في وقته مع أنهم يعني يعني يعطيناهم مكافآت بسيطة يعني سوف يكون جيد خاصة لو بعن العائد الانتاج ويعملون الأهالي لحظة وحتى الأمهات حتى ليش لأن الكل يريد أن أن ينجح المشروع شوف احتفال كبير من خلال أن نحن بعد الأول إنتاج كان هذا وتكريم للحرفي الذي أتى وعطى وقته وكان استضيف أيضا في مناطق الأهالية ما جلسنا في أوتيل ولا شيء عشان التكاليف تكون بسيطة فلحظه المشروع نحاول المشي يعني هو يمشي بحاله بحيث أن هما خلاص يحسون هما يصنعون المشروع وليس إحنا وهذه صفة الاقتصاد الأهم أن يعطي القوة القدرة مقابل الطلب لاحظة وليس العرض مقابل الطلب لا نحن نشرف عليه ونعطي مثل منظمات المجتمع المدني الدولية أو الهندية اللي يعطون فلوس لا نحن نحاول كل شيء نحاول يقوم بذاته فهذه مفهوم رفع القدرة مقابل الطلب بشكل واضح طبعا مثل ما قلت لكم أيضا نحرك الصناعات الحرفية الأصلية فما نستخدم حتى الآلات تكون آلات قديمة صنوعة من البمبو لاحظوا هاي الآلات كلها مصنوعة من البمبو والحريط طبعا هو عندهم متوفر بشكل كبير بسبب طبعا طبيعة الجو اللي عندهم الحريط يعني بكثرة موجود في هالمنطقة صناعة يعني نقوم بالفئة الهشة ندعمها طبعا نفس الشيء والفئة المهمشة في مثلا الطلب المتسربين أو الذين سيهاجرون أو المرأة المطلقة أو المعنفة كما ذكرت سابقا وأيضا يكون عندنا نوع من يعني مثل ما قلت الاستعداد عندنا قوارب نشوفوا مثل هاي القوارب مكتوب عليها Inspiration Economy Assam هي تدعم الأهالي هاي دائما عندهم فياضانات كل ستة شهور عندهم فياضان فتكون تروح الأراضي الزراعية كامل فاذاك ما يستطيعون يزرعون يعني ما الزراعة الوحيدة التي تتم يمكن تقريبا هو الرز باقي الزراعات كلها تروح فلذلك البلد ما تصلح للرز تصلح للبامبو البامبو يتم واقف طبعا فلذلك فإذا نهداف النماذج الاقتصادية في اقتصاد للهام هو انتاج تنبؤات اقتصادية قصيرة أو طاولة المدى عن طبيعة السياسات أو التخطيط الذي ممكن نعمله بناء على هذا الاقتصاد أيضا تساهم النماذج في تحليل الاقتصاد الاجتماعي لغرض تقييم السياسات بأكثر دقة أيضا النماذج هذه تتطلب بيانات وعمليات ومدخلات واضحة وبالتالي من خلال التطبيق احنا نستخرج النماذج ونجرب النماذج مرة ثانية لما نتأكد وكان نجراليز احنا نقدر احنا نعممها بعدين وقول والله هذا النماذج عالمي ترى ليش انه جربنا ليس فقط في اسام ترى جربنا في السودان جربنا في غانق جربنا ونجح واحنا حتى الآن لا نستطيع نقول لك نماذجنا يعني عالمية نستطيع نقول مثلا اكثر من 30% من نماذجنا هي عالمية لانتب تجربتها في عدة اماكن بنفس المنهجيات تقريبا ايضا تبين النماذج كيف تتفاعل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والمجتمعية بشكل عام بطرق معقدة وتبين اماكن الهدر او الموارد او مصادر الازمات بانواع فايضا هذه واحدة من الاساسية المقرر ايضا اللي مهم في الفصل الثالث هو مهارات البحث والتطوير المجتمعي واحنا ذكرنا سابقا انه رح يكون في كل طبعا برنامج من البرامج الثلاثة هو مهارات البحث لما نتكلم على مهارات البحث وهي مرتبط بالتطوير المجتمعي كما ذكرت لكم عندنا كتاب احنا نعتبر كتاب يعني مبدئي في مفهوم البحث او تفكير الباحث الذي يعمل في اقتصال الهام وهو خطوط متشابكة احنا نتكلم هنا على تطبيقات الاحصاء في الابحاظ بحيث تكون هي تتبع منهجية الخطوط المشابكة كيف تجمع المعلومات المترابطة التي هي عبارة عن فرص بحيث ترى فيها البيك بكتشر ترى فيها الصورة الكبرى للحلول التي ممكن ان تأخذ او الفرص التي تأخذ من خلال ذلك فلذلك نقول ان هذا بسبب تطور علم الاحصاء الآن نستطيع ان نكون احنا فعلا انتقائيين في طريقة تتعاملنا مع المشاكل بشكل عام وهكذا وهذا داخل الكتاب راح تجدونه ان مثلا كيف ان احنا نبينطور في مجال مثلا النقل والمواصلات نبينشوف والله مثلا عد السكان هما كيف الناس اللي يتنقلون منهم انواع هؤلاء الناس انواع الاسر التي تستفيد من هذه الخدمة لاحظة اقتصاد اجتماعي كل واحدة منهم اقتصاد اجتماعي نتكلم على الثقافة والترفيه هنا بنرفع مثلا في هذه القرية نسبة الثقافة والترفيه للأهالي وتكون للسياحة من هم الافراد الذين لديهم مهارات مثلا الفلكلور من هم اللي لديهم مهارات التمثيل ما هي الادوات التي يحتاجونها ما هي الشراكات التي نحتاج نسويها مع اما اساسات المجتمع المدني سواء المرأة او الاسر اسرة الشاي او غيرهم من الجهات التي نستطيع ان نتعاون معهم وكيف نرفع العائد وكيف نسوق لذلك كل هذه يعتبر هو جزء من محور مثلا الثقافة والترفيه لذلك نقول ان هي فلسفة ليست فقط هي آلية وكفلسفة في تعزيز دور البحث العلمي في رحلة الحياة فمن خلال القياسات المختلفة والمترابطة لابد اننا سنجد دورة مهمة ممكن ان نتبنى ونأخذه على عاتقنا المساهمة في صناعة التغيير والتأثير في هذه رحلة الحياة نعتبرها لانه هي جزء من التطوير هذه الحصائيات طبعا تحدد ما يمكن ان تساهم في تحقيقه من اثر يرفع من جودة الحياة مثلا وكذا كيسهم في استكشاف قدرتك على التغيير حتى بدون ان يكون لك سلطة وهذه اللي نقول هني انت هني رح توفر عندك فرص حينما تجمع اكثر من اربع خمس انواع من المعلومات في رسمة واحدة فيتبين لك اين الفرص التي ممكن ان تتأخذها وتصنع التأثير بدون ان تحتاج الى سلطة او تحتاج الى موارد لذلك نستطيع نقول في هذا المقرر يفترض ان نركز على فوائد الابحاث الميدانية في الاقتصادات الحديثة طبعا اللي حصلوا جائزة نوبر كما ذكرت هذه السنة هم تميزوا في ذلك انهم سووا ابحاث هم ميدانية وهم الاقتصادين عموما لا يعني ابحاثهم دائما نظرية تقريبا 8% 20% كانوا فقط يسوون ميداني الان التوجه العالمي مع الاقتصادات الحديثة حتى الاقتصاد الرئيس المال يحاول ان يغير من طباعة فالان اصبح لا ان احنا اوش نجرب وبعدين نصنع نظرية يعني قبل لحظوا منظريات مثل ماركس وغيرها والرئيس المال كلها جات هي نظريات طبغت الان لا اهم الناس تطبق ثم تطلع بالنظرية وهذا هو حين توجه الحديث قصة حق الاقتصادين الشباب الجد في قضايا الاقتصاد الاجتماعي ومنهجيات البحث العلمي هي ايضا جزء من هذه المادة الباحث في اقتصاد الالهام واستهداف الاثر كيف انه يفكر الباحث في اقتصاد الالهام منهجيات البحث والتطوير المجتمعي وتطبيقات طبعا الاحصاء في الابحاث وتأثير الحسي بشكل عام يعني ايضا الباحث يكون متفاعل لا نريد الباحث يكون دائما متجرد لا ايضا متفاعل فهذه لازم يكون في نوع من البلنس التجرد في مرحلة من مراحل الاحساس بالاخر في مرحلة من مراحل لان الاحساس بالاخر ايضا جزء من منهجيات الناس الملعمين طبعا منهجيات اقتصاد الالهام في نشر المشاريع البحثية هذه ايضا مهمة طرق جمع البيانات في مفهوم الخطوط المشابكة او مفهوم البحث في اقصال الالهام مهم ايضا سناريوهات البحث ونوع المشكلات والتحديات التي تم تناولها مهمة بشكل عام ثم ندخل على استراتيجيات ريادة الاعمال وفي هذا المقرر مثلا نعطي نوع من استخصاء حاله نقشها من البداية لكي تكون هي المحرك او المرجع لنا في اثناء يعني الحصص التي نتناقش فيها مع الطلبة ممارسات العمل التطوع ويمكن ان يطوره رواد الاعمال طبعا انتم عندكم ما تأخذون هاي يعني يمكن هذه في الاستماعات الفوق متوسطة احنا حين نتكلم على السودان ممكن نأخذ انه والله رياضة الاعمال ايش نريد ان نعمل فيها بحيث تعمل والله مثلا تحل لنا مشاكل في المجتمع تحل لنا مشاكل هجرة تعز السياحة تعز الاستقرار القروي ترفع من المنتجات معينة في الزراعة التي مهملة ترفع من العائد الان النيل انتم عندكم مهدد فالاهتمام بهذا النيل الذي كان رواد اعمال في هذه المجالات يعني لو بس تخصصنا في موضوع النيل الرياضات في موضوع النيل في موضوع المياه في موضوع صيانة منع التلوث في المياه وغيرها يعني بس يتعلق بس في المياه والاستفادة من المياه وتحلية المياه وكذا وكل ممكن نطلع كثير من المشاريع التي تتعلق بذلك نعرض هنا ايضا دراسة نموذج أعمال لشركة سيننتور وهي من نعتبرها من المشاريع التي هي ملهمة هو ليس مشروعنا ولكن احنا اتصلنا بالرجل وزرناه وانا ادرس عن حال تصارلي تقريبا اكثر من عشر سنوات زرته انا شخصيا ونعتبرنا تجربة تناجحة لان هذا كان مزارع وكان مزارع بسيط ثم شوي شوي قرر ان لا يعمل مع الشركة قرر ان يعمل شركة الخاصة فانتقل الى قرية ومن هناك طبعا بدأ يتواصل ويشتري عشاب ويبيع العشاب العضوية ورأي ان في اقبال كبير بالذات في الماني هو اصلا شيكي من الشيكي ولكن انتبه لذلك طبعا هو حين الماني ولكن عموما قام بتوسيع الاستيراد العشاب بشكل عام الى دول العالم وصل الى 700 نوع من المنتجات مع الوقت بدأ يشتري هو مناطق كبيرة اراضي يركز على الزراعة العضوية فيها وخاصة في البانيا في دول القريبة من من المانيا ومن خلال ذلك طبعا استطاع ان يبني يعني ماملكة الان عنده من اشهر يعني يداخل في كل الصناعات العضوية يما في حتى المخدات والسرة وهكذا عموما احنا في هذه المادة سوف نركز على مقدمة في انواع الاستراتيجيات ريادة العمال ومميزات تفكير الملهمين الرياضيين عن منافسينهم كيف ان احنا نصنع خبراء اقصال الالهام وفيهم عندهم روح الرياضة احنا عندنا في الحقيقة برامج في الاذاعة اسمها بين الرياضة والالهام يعني فأيضا ساعة ما تتوفر الكتب ولكن تتوفر البرامج المسموعة من مطبلنا من عندكم انتوا ايضا ممكن تاخذون دراسات حالات كثيرة طبعا في رياضة العمال واحنا نركز في هذه المقرر بالذات نحتاج نركز على الرياضة الاجتماعية اكثر من رياضة العمال يعني البزنس ما نبي صوب التجارة لا ما نبي نطلع ناس ناجحين فقط او صانعي وظائف في مجال معين لا نريد نصنع ايضا اكثر محتاج المجتمع الى صانعي وظائف في المجال العمل الاجتماعي الربحي social for profit نسميه ولذلك نركز على هذا المفهوم بشكل كبير يعني مثل هذا الشخص سنتور ليش ندرس حالته لانه هو يعتبر ان كل واحد يعمل معاه هو شريك فيدخله شراكة يعطيه راتب ولكن يعطيه ايضا شراكة فلو توفيه هذا سنتور احتمال كبير انه طبعا تتحول لشركة ولكن في نفس الوقت هو يعني يهتم في العوائل هاي بحيث انه مخليهم كانوا شركاء بعد وفاته يصبحون هم ايضا يتمون هما شركاء وما يطردون من الخدمة ومساولهم النظام بحيث ان المرأة والابناء يعملون كلهم في نفس المكان فحسون ان هذا يمتلكون الارض هذي طبعا ايضا هناك في هذه المادة آليات التكامل بين الاستراتيجيات تغصال الهام وريات العمال كيف يستفيد تغصال الهام من ريات العمال وكيف يستفيد ريات العمال وغصال الهام وتفكيره وايضا نندخل انه موضوع التفكير الابداعي وهميته في المشاريع وعدين نتكلم على التصور واستراتيجيات الرياضة وكيف انه التصور يسهم الانسان لما يكون عنده وعنده تصور لما يريد ان يحققه يسهم في نجاح المشاريع الرياضية بشكل كبير المقرر في الفصل الثالث ايضا الاخير هو راح يكون ادارة التغيير في اقتصاد الالهام وكيف انه احنا يعني نفهم تعقيدات التغيير في المشاريع الميدانية وكيف نتعامل معها على حسب طبيعتها اللي هي مزمنة قليلا او كثيرا اذا مزمنة فهي تحتاج وقت اذا نحتاج نتعامل معها بطريقة مختلفة لاحظوا مثلا هذه مشاريع مزمنة وعالية التعقيد لما نتكلم على مشاريع منخفضة التعقيد تكون فيها المنطقة انه والله ترى هي يعني ممكن تعمل بمشاريع بسيطة وسريعة ومؤثرة لكن كل ما طلعنا فوق كل ما احنا اصبحنا ايش نتعامل مع مشاريع عالية التعقيد فاحنا لذلك نقول والله ترى نحتاج الى نفكر في طبيعة المشروع هذا في كيف منهجية التغيير التي سوف تتبع فيه نريد ان مثلا نحسن اثر الوقفيات كيف رح نحسن اثر الوقفيات تحتاج الى كثير من الخطوات ومنها مثلا التعاون مع اصحاب الوقفيات التعاون مع الوقف التعاون مع البلديات خطوات تحتاج الى وقت كثير لذاك تسمى مزمنة هذه امثلة على مرة ثانية البدايات مشاريع التغيير او تحديد انواع مشاريع التغيير في ذلك لذلك في هذه المادة احنا مثل ما اذكرت عندنا كتاب في التحول في زمن التغيبات وكل كتبنا على الفكرة هي عبارة عن ادارة تغيير يعني اقتصاد الالهام ادارة تغيير لن تستطيع ان تحقق قصة ملهمة او او نموذج ملهم الا لما تكون عندك ادارة تغيير عالية لان اهم اسباب الفشل استدامة التغيير هو عدم القدرة على ادارة تغيير اهم اسباب استدامة التغيير هو عدم القدرة على ادارة تغيير اذا عندك قدرة على ادارة تغيير وعندك قدرة على ادارة تغيير نجحتي انت في ذلك المجتمع وهي يعرفون كل الناس اللي يشتغلون في مشاريع يعني تتعلق في الاقتصاد الاجتماعي لذلك نتكلم على ان المفترض يكون عندنا هناك اسس ننطلق منها في منهجيات تغيير في مصادر للتغيير لازم نركز عليها فيه طبعا ارتباط الممكن هو في بين الاقتصاد الالهام وادارة تغيير حالات محتملة لموقف التغيير تجربة ادارة التغيير بشكل عام قبل واثناء وبعد مشاريع اقتصاد الالهام كيف ان احنا قبل لنبدأ في المشروع ما هو طبيعة ادارة تغيير لانه يحتاجه في اثناء المشروع ما هو طبيعة التغيير لانه يحتاجه بعد التغيير ما هو طبيعة المشروع الذي نحتاجه. ثم إدارة تغيير الارتقاء بالمجتمعات إلى مرحلة ملهمة. ثم كيف نستفيد من إدارة تغيير في مشاريع الإلهام المنفذة والأثر المجتمعي لإدارة التغيير والصفات من يديرون عملية التغيير الميداني منهم. ثم أيضا التقييم لمتطلبات تغيير في المجتمعات بشكل عام. والتشخيص المطلوب لكي نصنع التغيير المطلوب. فهذه بشكل عام هو المتطلبات التي رح تكون في هذه المادة. وطبعا اليوم لأننا دخلنا في مفهوم العصر الجديد. العصر ما بعد كورونا. فأيضا احنا طلعت كتاب مع زميل لي هو أمريكي. يعمل في استشراف المستقبل. طلعنا أيضا متطلبات تغيير في العصر الجديد. وكيف أننا لازم نركز على مثلا الضعفاء والمهمشين. وما هي المشاريع التي تتعلق فيهم. وكيف التقبل حقيقة الأزمات ودورها. وإعداد النفس الذي يجد دخوله في المشاريع مهمة تساعد النفس على حب الاستكشاف للفرص. هاي متطلبات أساسية إذا أردنا أن ننجح في العصر الجديد. طبعا هناك كما قلنا في لكل برنامج. رح يكون في مشروع عملي. اطروحه طبعا بالنسبة للمجتير. وإحنا سميناها مستوى المختبر الثاني. في دور في هذا البرنامج. أو هذه المادة المقرر. أنه نريد من الطالب أن في الحقيقة يكون عنده نظرات متكاملة متعدد تخصصات في حل المشكلة. هو أكيد عنده تخصصة. هو طبيب. هو مهندس. هو إداري. هو قانوني. هو إحصائي. يعني هو اقتصادي. هو عالم اجتماع. بغض النظر لكن يحاول أنه يخلي خمسين في المئة خبراته يسيطر على الخبرات كلها. مشكلة الخبرات يستخدمها. وخمسين في المئة يشوف نظرات أخرى. يحاول يستكشف نظرات أخرى. لذلك المختبر هو فرصة لكي نعد هذا الطالب. والأستاذ أيضا يتعلم من هاي المختبر. المختبر هو ترى لكل أطراف. الكل يعني يتعلم. إحنا كلنا في مدرسة في الحقيقة الحياة. وليس مدرسة المدرسة. مدرسة الحياة معنات إحنا نتعلم ثم يعني نفشل ونجرب ثم نتعلم. كلنا. الفرق أن الأستاذ سوف يكون عنده الخبرة. أمثالكم ما شاء الله سوف يكون عنده الخبرة في إدارة الطلبة. يعني يكون مرشد لهم أكثر منه ويكون هو القائد لهم. يحاول ما يكون الأستاذ القائد. يحاول يكون هو المرشد. في فرق بين دور المرشد طبعا دور القائد. أنت المرشد أنت ميسر. أنت منتور. أنت تحاول facilitator. تحاول facilitator journey. لكن ما تقول ليه روح يسار روح يمين فيه مواقف مثلا محددة. لأنه هو اللي يعرف إلا إذا كنت تشتغل معاه في نفس المشروع وهي طبعا صعب إذا كنت عندك طلبة كثيرين. صعب أنك تشتغل معاه في كل المشاريع. تكون عضو في المشروع. يعني مش تكون هي حتى رئيس الفريقين فعموما وأنا سوي هذه ما طلبتي. بس هذه لأن أنا طلبتي قليلين. طلبتي ماجستير. يعني في جامعة البحرية قليلين. تكلم على 12-13 شخص. ولذلك أدخل عضو في فريق وأكون أنا معهم أشوف كيف يتفاعلون وكذا. وكوني يعني عضو كأني طبيعي جدا. كأني طالب وليس أستاذ. عموما فهذه أيضا القدرة على التأثير في المجتمع هو جزء من الأشياء التي نريد أن نضعها في تفكير الطالب وهذا متطلب من متطلبات المختبر. روح المبادرة لازم تكون موجودة. أيضا النتيجة الممتدة والتي رح تكون هي لها آثار ما استمر أو نستخرج منها نتائج أخرى وطبعا استكشاف عميق. كيف هو يستكشف؟ كيف يستخدم الملاحظة؟ ثم طبعا في الأخير هذه النتائج. إنه في حلول لمشاكل معقدة. إنه في قيارات. إنه في قدرة على الإيفاء مطلبات المجتمع. إنه نتعرف على مناطق جديدة لم نستكشفها سابقا وهذه هي طبعا في الأخير أهم المواد التي ممكن أن تناقش في المختبر دور المختبر في عملة الإلهام أساسيات وأهداف في هالمستوى شوفوا ركزنا على أشياء ما ركزنا عليها في السابق. أساسيات وأهداف مختبر الاقتصاد الإلهام. الفوائد الأثر. الآلية العمل المختبر كيف يعمل على تقليل الاعتمادية الكلية يعني كيف ما يكون مرة ثانية البزنس موديل نموذج العمل يبعد نفسه عن ما هو يمنعه من أن يتطور ويكون مستقل. فالاستقلالية في البزنس موديل هو جزء من الهدف المختبر. أيضا صناعة الإدراك ومستوى من الإدراك بحيث تأخذ قرارات صحيحة طبعا أيضا صناعة التحول المجتمع. أن المجتمع نفسه يبتدي يتحول نحو الأفضل. في طبعا في المختبرات دائما رح يكون عندنا نماذج واستمارات. نحن نحاول نعلم الطالب كيف يجمع الفرص من الملاحظات. فمثلا نحط اسم المشكلة الاجتماعية والاقتصادية نوع الملاحظات قبل الزيارة البيانات التي سيتم جمعها في الزيارة. نوع الملاحظات خلال الزيارة والفرص التي تبينت من الزيارة الميدانية. هذه الفرص هي مجموعة الفرص هي التي نبدأ نحللها ونعللها ونربطها مع بعض عشان نطلع توجه بشكل عام المختبر وبناء نتائج على أرض الواقع. أتوقع أقف معكم أخواني أخواتي عند هذا نهاية المقررات الماجستير ونكمل معاكم إن شاء الله غداً في برامج الدكتوراه. السلام عليكم. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر